السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يساعدنا في قناة كراءات وحكايات تقديم العدد التاسع والتسعون من سيسية روايات رجل المستحيل مذاق الدم هل تنجمون من ذلك الحادث البشع في قلب روما؟ كيف يواجه حسام ذلك السم الزعاف اللي استناوله في نيويورك؟ ترى هل ينجح أدهم صبري في النجاح من الانفجار؟ أم يعرف عن قرب مذاق الدم؟ استمع للتفاصيل المسهرة وقاتل بعقلك وكيانك مع الرجل رجل المستحيل تجمعت السحب على نحو غير مألوف في سماء تل أبي في ذلك اليوم ومط رجل المخابرات الإسرائيلي ليديان شفتيه في امتعاض وهو يغمغم لنفسه كم أكره مثل هذا الطقس؟ قالها وتناساها بعد لحظة واحدة وهو يطلق من بين شفتيه صفيرا منغوما ويدور في شقاته الصغيرة بخفة ومرح ثم لم يلبس أن توقف أمام مكتبه والتقط مظروفا منتفخا تحسسه في سعادة ثم فتحه وراح يتأمل رزم الدولارات الأمريكية الخضراء داخله قبل أن يغمغم فيه يام وكأنه يهمس في أذن معشوقته هالمال؟ ما أحلى المال؟ إنه الإكسير السحري الذي يمنح كل متعة الدنيا وكل قطع حديثه لنفسه راني المفاجئ لجرس البيع فعقد حاجبيه وتطلع إلى ساعته متمتمة إنها السادسة والنصف صباحا من زيق الواقح الذي يأتي لزيارتي في مثل هذه الساعة المبكرة؟ زفر في سخط ووضع المظروف في درج مكتبه بعناية ثم اتجه إلى الباب وانحنى يتطلع عبر العين السحرية في منتصفه إلى القادم ولكنه لم يكد يفعل حتى ارتد في عنف كمن سعقه طيار كهربي وهتف في دهشة عرمة موشيه؟ وعلى الرغم من انفعاله فتح الباب بسرعة وحاول أن يرسم على شفتيه ابتسام ما وهو يقول ويا عزيزي موشي ديزرائيلي أي رياح طيبة ألقت بك إلى هنا في مثل هذا الصواح الجميل بدى وجه موشي حيم ديزرائيلي باردا جامدا كعادته وهو يقول كيف حالك يا ليو؟ أفسح له ليو طريق وكأنه يدعوه للدخول وهو يقول في خير حال تسعدني رؤيتك كثيرا ولكن ومع كلماته الأخيرة كان موشيه قد دلف بسرعة للمنزل وأغلق الباب خلفه ثم التفت إليه في برود ولكن ماذا؟ ارتبك ليو اللحظة ثم ضحك في عصبية وقال أعني أن الوقت مبكر الغاية شد موشيه قامته وهو يقول فليكن لن نضيع الوقت ولم يكاد يتمها حتى كانت قبضته تهوي على فك ليو كالقنبلة وتلقي به مترين إلى الخلف فارتطم بقطع الأثاس وسقط معها أرضا في عنف قبل أن يهتف مذعورا ذاهلا ما الذي يعني هذا؟ قطع موشيه المترين بقفزة واحدة وجذبه من شعره في قصوة وهو يخرج من جيبه كرسا صغيرا وضعه أمام عين ليو مباشرة قائلا هل تعرف هذا؟ اتسعت عين ليو في هلع واضح كشف أمره تماما على الرغم من تراجعه التالي وهو يقول في عصبية ما هذا بالضبط؟ لكما هو موشيه في معدته بقوة رهيبة وهو يقول إنه جهاز التصاند الأنيق الذي وضعته في حجرة المدير يا صديقي سرخ ليو من فرط الألم ورح يلهث في قوة وهو يمسك معدته في توجع قائلا أي جهاز؟ لا شأن لمطلقا بيه؟ قاطعه موشيه في صرامة؟ لا فائدة من الإنقار لقد فحصنا البصمات بعرفنا أنك صاحبه هدف ليو؟ هذا ليس دليلا من الممكن أن أخرسته لكما صاحقة من قبضة موشيه حطمت اثنتين من أسنانه الأمامية وقطعت شفاته السفلة وألقته أرضا في عنف وعندما حاول النهود أصبته رقلة قوية في أنفه فامتزجت دماؤه بالدماء النازفة من الشفة المقطوع وصح ليو في عصبية شديدة أتظنني غير قادر على القتال؟ نطق العبارة وهو يقفز ليلكموشيه ولكن هذا الأخير تفضى الضرب في رشاقه مدهشة وهوى على معدة ليو بلكمة ثانية وثالثة ثم حطم واحدة أخرى من أسنانه بلكمة قصاعقة وانقض عليه قبل سقوطه وجذبه من شعره في قصوة رهيبة وهو ينتزع مسدسه ويلسق بصدقه قائلا هيا يا رجل إنني لست رجل شرطة أو قاضيا ولا تهمني الأدلة والقراء والبراهيم إنني هنا لأعرض عليك صفقة واحدة إما أن تعترف بكل ما لديك وتخبرني بكل ما أرغى في معرفته أو أقتلك بلا رحمة كما لو كنت كلبا أجرب ولن أمنحك العمر كله لتقرر أمامك فقط نصف دقيقة من الآن وجذبه إبريت المسدس بصوت مسموع ارتجف له جسد ليو ديان كله كان يعرف مشيح يمد إزرائيلي جيدا ويعلم أنه لا يمزح ولا يخدع إنه يعني بالفعل كل حرف نطق به ولن يتورع مشي أبدا عن قتله والتمثيل بجثته لو لزم الأمر دون أن يطرف له رمش ولكن الاعتراف يعني أيضا الكثير يعني أن ليو سيصم نفسه بالخيانة والموت هو أيضا عقاب من يفعل ذلك وفي دراعة ومرارة وانهيار تمتم ليو مشي يا صديقي أرجوك قاطعه مشي بصفعة قوية ثم مال بمسدسه وألصقه بفغز ليو وضغط الزنات وكان الألم رهيبا لقد اختركت الرصاصة فغز ليو ونفثت من جانبه الآخر بعد أن حطمت عظمة الفغز فصرخ ليو في انهيار لا لا تفعل أرجوك أعد مشي المسدس بسرعة إلى الصدغ ليو وهو يقول في السرامة باردة بقيت عشرون ثانية فقط سهلت الدموع من عين ليو من فرط آلامه الرهيبة وعذاب نفسه الشديد وتمتم بصوت تنفطر له القلوب أتوسل إليك يا مشي أريد سيارة إسعاف أريد أدرى مشي مسدسه مرة أخرى وأطلق منه رصاصة حشمة رقبة ليو الذي أطلق صرخة مفزعة في حين بدى مشي هادئا باردا وكأنما لم يفعل شيئا وهو يقول عشر ثواني في حزب صرخ ليو ما الذي تريد معرفته سأله مشي في برود لحساب من تعمل أجابه ليو في ألم رهيب إنها منظمة جديدة تحمل اسم سناك أنا مخطئ لأنني تعاونت معهم ولكن قاطعه مشيه ومن يدير هذه المنظمة المصريون أم السوفيت أم الأمريكيون هدف ليو بل هي منظمة خاصة عقده مشي حاجبيه وهو يقول منظمة جاسوسية خاصة ومن يرأسها إنهار اليوم مع آلامه المفرطة وهو يجيب لست أدري لقد حضر إلي رجل أمريكي الجنسية من أصل فرنسي أو إيطالي اسمه توني بورسالينو وقال إن سونيا طلوت منه الاتصال بي سأله مشيه سونيا من أجاب ليو وصوته يخفو تدريجيا وكأنه يوشك على فقدان الوعي سونيا جرهام زميلتنا السابقة هي التي طلوت منه هازواء قطع عبارته ليصرخ فجأة مشيه إنني أموت انقذني يا صديقي تذكر الأيام الخوالي تذكر أحمالنا معا وصدقتنا ولكن مشيه لك موفي أنفي في قوة وهو يقول في قصوة لا تضيع الوقت أبلغني كل ما لديك هاتف ليو هذا كل ما لديه يا مشيه أقسم لك لقد أغراني المبلغ الضخم وكانت سونيا تملك بعض ما يدينني ولم يكن أمامي سوءا أفعل ما فعلت انقذني يا صديقي أرجوك خفف عني هذه الألام الرهيبة سمت مشيه لحظة وسأله في برود هذا حقا كل ما تعرفه هاتف ليو في انهيار بالتأكيد يا مشيه أقسم لك على هذا بروح أبائي وأجدادي ولكن خفف عني هذه الألام المبرحة أرجوك بدت على شفتين مشيه بتسامة مخيفة وهو يقول بالطبع يا صديق القديم سأخفف ألمك الرهيبة على الفور وبدواء لا يفشل أبدا فهم ليو ما يعنيه مشيه فصرخ لا لا يا مشيه ولكن مشيه ضغط زينات مسدسه في هدوء وانفجرت رأس ليو كمصباح قديم وفي هدوء عجيب عاد مشيه مسدسه إلى جيبه وعدل رباط عنقه وهو يقول إنه خطأك يا صديقي لماذا جعلت جدران منزلك عازلة للصوت وبنفس الهدوء المدهش وبدقة متناهية فاتشه مشيه كل شبر من منزل ليو قبل أن يغادروا في بساطة عائدا إلى إدارة المخابرات الإسرائيلية دون أن يدرك أن تلك المنظمة التي كشف وجودها منذ دقائق ستقوده إلى قتال تقلدي عنيف ورهيب مع أعنف وأقوى خصومه في التاريخ كله مع أدهم أدهم صبري كانت البداية عندما أسند مدير المخابرات العامة المصرية إلى أدهم صبري ومونة توفيق وحسام حمدي مهمة كشف وتدمير منظمة التجسس الجديدة التي ظهرت في العالم تحت اسم سناك دون أن يدري أحدهم أن الزعيمة الخفية لتلك المنظمة الجديدة هي أفعى الموساد السابقة سونيا جرهام التي فرّت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحملت اسم جوان أرثر صاحبة شركة الإلكترونيات الكبرى في نيويورك وكإجراء مدروس انطلق كل من أفراد الفريق الجديد إلى هدف محدود مونة انطلقت إلى إيطاليا وحسام إلى أمريكا وأدهم إلى إنجلترا وفي الوقت الزاتي كانت سونيا جرهام تعد خطة رهيبة لإعلان قيام منظمتها الجديدة تعتمد على صارقة خمسة رؤوس نووية من الاتحاد السوفيتي السابق ووضعها في أكبر خمسة عواصم في العالم كوسيلة للسيطرة على الحكومات وتهديدها بالفناء لو خالفت أوامرها وسفرت مونة إلى إيطاليا ولكنها تعرضت لمخاطر شتى ومحاولة قتل ورطتها مع الشرطة الإيطالية وألقي القبض عليها وحاول أحد رجال الشرطة المرتاشين قتلها ولكنها فرد بمساعدة الملحق العسكري المصري وتاردهما رجال الشرطة الزائفون في إسرار حتى وجد نفسيهما أمام سيارة فان هائلة تعترض طريقهما ولم يكن هناك مفر من الاستضام أما حسام فقد صافر إلى أمريكا وأكبر مسؤول شركة الهاتف على البوح ببعض ما لديه ولكنه لم يستطع ذكر اسم سونيا لأن أحد حراس الشركة قتله عمدا ونجح حسام في الفرر من الشركة ومن مطاردة الشرطة الأمريكية ثم عاد إلى حارس الشركة وكاد ينتزع منه المعلومات التي يطلبها لو لأن هاجمه بعض الرجال فجأة وأفقدوه الوعي ثم ألقت الشرطة القبض عليه وفي أثناء التحقيق معه دس له الملازم جونز سم الصيانايد في شرابه وجرع حسام الشرب كله وصل السم في جسده وفي انجلترا كان أدهم يواجه واحدا من أقوى رجال سونيا جرهان سير لانسلوت رجل المخابرات البريطاني السابق والمغامر الحالي الذي كشف أمر أدهم وألقاه طعاما لتمساحه رهيب كروكي ولكن أدهم نجى بمعجزة والتقى بسير لانسلوت مرة أخرى في شخصية جديدة نجحت في خدع لانسلوت بعض الوقت إلا أنه لم يلبس أن كشف أمر أدهم وأعد له فخا متقرا بمعاونة خادمه وحارس الشخصي مور حيث وضع أمامه كرة من كرات الجولف تحوي الناترو جليسرين وسط الأشجار رأى لانسلوت أدهم يضرب كرة الجولف ودوى الانفجار رهيب الحادث لم يكن هناك مفر حقا من الاستضام فالملحق العسكري المصري ينطلق بأقصى سرعة بالفعل وإلى جواره مونة والفان الضخمة تسد الطريق قله وتعترضهما بجانبها الهائل الذي بدأ كجدار شيطاني رهيب وبكل ما يملك من قوة وفي يأس كامل انحرف الملحق العسكري بالسيارة ومونة تصرخ في ارتيع شديد احترس ولكن السيارة مالت إلى اليمين على نحو بالغ الخطورة ولكن مناوراتها المحدودة هذه لم تنجح في إنقاذها فأطلقت إطاراتها صريرا مخيفا وهي ترتاجب بسرعة رهيبة نحو الفان و وحدث الاستضاء ومع صرخة مونة المتصلة التي يمتزك فيها الرعب بالألم والارتياع ضربت السيارة جانب الفان في عنف وتحطم جانبها الأيصر كله ثم انقلبت على جانبها الأيمن وزحفت لستة أمطار كاملة قبل أن تصطدم بجانب الطريق وتشتعل النيران في مؤخرته على نحو المخيف وعلى بعد أمطار قليلة قهقها ماريو ضاحقا في سخرية وشماتة داخل سيارة الشرطة الزائفة وهو يقول ها رأيت يا صديقي هذا هو ما أعدته لهم فرقتنا فخن أنيق يصنع في لحظة واحدة ما نسعى نحن لتنفيذه تطلع زميله كارلو إلى السيارة التي اندلعت النيران في مؤخرتها وهو يقول في قلق أتعتقد أنهما لقى حدفهما؟ أشار ماريو إلى النيران وقال ساخرا ما رأيك أنت؟ تطلع كارلو بدل لحظات إلى النيران بدوره ثم قال في حسن لابد أن أتأكد وفتح بب السيارة وهو ينتزع مسدسه واتجه نحو السيارة نصف المشتعلة في حذر في حين أشعل ماريو سيجارتي في استهتار وهو يقول احترس يا راجل ستنفجر تلك السيارة بعد ست دقائق على الأكثر لو حكارلو بيده اليسر في دقر وانحنى تطلع في حذر عبر الزجاج الأمامي نصف المحطم لصيرة الملحق العسكري المصري كان من الواضح من النظر الأولى أن الملحق العسكري الشاب قد لقى مصرعه فقد تهشمت جمجمته على نحو بشع في حين استلقت مونة مغملة العينين والدماء تسيل من قرح في جبهتها وداقت حد قطى كارلو وهو يتأمل مونة في حذر ثم رفع فواهة مسدسه نحوها وهو يتمتم لن يديرها أن تتلق رصاة ثانية في جبهتها ولكن فجأة اعتدلت مونة ورفعت يدها الممسكة بمفتاح من الصلب من الأدوات التي تستخدم لإصلاح السيارة وألقته بكل قوتها نحو كارلو وتراجع كارلو مع المفاجأة وهو يهتف هاللعنة إنها ولكن الأداء الثقيلة ارتطمت بواجهه وأخرصته قبل أن يتم عباراته فختمها بصرخة ألم وهو يسقط أرضا فاتسعت عين ماريو وهو يهتف بدوره زاهلا هيا للشيطان لم يكدوا تم كلمته حتى رأى مونة تثب في رشاقة عبر الزجاج المحطم وترقل كارلو بكل قوتها في معدته ثم تثب لتركله مرة أخرى في أنفه ومع سقوط كارلو أرضا كفز ماريو خارج السيارة وانتزع مسدسه صارخا في ثورة هيا تهل عينه وأطلق رصاصاته نحو مونة في غضب ولكنها ارتمت أرضا والتقطت المسدس الذي سقط من كارلو وتضحرجت في مهارة متفادية سيل الرصاصات ورحت توم ترماريو برصاصاتها أيضا وكانت مفاجأة مدهشة لرجل المافيا لقد كشف في هذه اللحظة فقط أنه يقاتل محترفة لا يشق لها غبار كانت رصاصاتها تصيب ما حوله على نحو يمنعه من إبراز رأسه ومواجهتها فغمغم صاخطا الف لعنة ومد أصابعه المرتجفة يلتقط بوكا لاسلكي وهو يهتف أنا ماريو أجب أجب عليك اللعنة أتى صوت يسأل في اهتمام أين أنت يا ماريو ماذا حدث هل انتهت المهمة صارخ ماريو لم ينتهي أي شيء لقد نجحت تلك اللعينة على رغم إصاباتها وهي تطلق النار عليك المطر ألا تسمع صوت الرصاصات أتى صوت محدثه مفعما بالدهشة وهو يقول أيض رصاصات تراجع رأس ماريو في حدة وقد انتبه في هذه اللحظة فقط إلى أن رصاصات مونة قد توقفت بالفعل فهدفه يستدير إلى حيث كانت تقف هل لعنة أين ذهبت تلك العاء قبل أن يتم عباراته كانت مونة تثب فوقه من سطح سيارته وترك المسدسه بعيدا وهي تقول هنا أيها الوغد سقط ماريو أردن ثم هب وقفا على قدميه بسرعة وانتزع من صاقه سكينا ضخما وهو يصرخ لن تهزم فتاه ماريو قفزت مونة ترك للسكين في مهارة وهي تقول هذا رأيك النهائي صرخ مع ضيع سكينه وهو ينقض على مونة كوحش المفترس لا لن أسمح بهذا وفي نفس اللحظة التي انتهى فيها من صرخاته ده انفجار انفجار سيارة الملحق العسكري المصري وانفجار قبضت مونة في أنف ماريو وجهزت عين ماريو في مزيج من الدهشة والألم ولكن مونة أعقبت لكمتها بأخر أشد عنف في الموضع نفسه فهوى ماريو فاقد الوعي وقفت هي تلهث من فرط ما بذلت من عنف وغمغمت ها هي دي فتاة مصرية تهزمك أيها الحقير وانحنت تلتقت مسدسة ثم احتلت مقعد القيادة في سيارة الشرطة الزائفة في نفس اللحظة التي انبعث فيها صوت متوتر عبر جهاز اللاسلكي يهتف ماريو أين أنت ماذا حدث التقدت مونة بوكا الجهاز وقالت في سخرية تمتازك بما تشعر به من ألم لقد انتهى رجلكم أيها الوغد لم يعد قادرا على الرد هدف الرجل في زهول ماذا أهو أنت كيف نجاوتي من الحادث أجابته في حدة الفضل لله سبحانه وتعالى ولحزام الأمان القوي ومبادرة صديق المسكين الذي ضحى بحياته وتلقى الصدمة كلها بدلا مني صح الصوت وهي تدير محركة السيارة لن تفلتي منا إنها ليست نهاية المطاف ما زال لدينا أخرصته وهي تقطع سلك البوك وتلقي به من النافزة وتوقفت لحظة أغرأ ورقت خلالها عيناها بالدموع وهي تلقي نظرة على السيارة المحترقة متمتمة في مرارة وألم ودعني يا صديقي لقد كنت عظيما حتى اللحظة الأخيرة وانطلقت بالسيارة لتكمل طريقها إلى المطار وفي أعماقها كان كل شيء يرتجف صحيح أنها نجت من الحادث ولم تلقى مصرعها فيه ولكنها أيضا لم تخرج منه سالمة إنها تشعر بألام مبرحة في كل عظمة من عظام جسدها المرهق والدماء تسيل من جرح جبهتها لتغرق جانب وجهها وجزء كبير من شعرها المصبوخ وبطبيعة أنسوية فطرية ألقت نظرة على وجهها في مرآة السيارة وزفرت في عصبية ويتمسح الدم بأصابعها مغمغمة يا لا استخافة من حسن الحظ أن أدهم لا يشاركني هذا الجزء من العملية ورآني في هذه الحالة المزرية زفرت مرة أخرى في توطر وزادت من سرعة السيارة حتى لحلها المطار من بعيد فهتفت في ارتياح أخيرا وما أن لمحت أول هاتف عام حتى أقفت السيارة إلى جواره وهبطت منها تلتقط سماعة الهاتف وتطلب رقم السفارة المصرية في روما ولم تكت تسمع صوت محدثها حتى قلت بسرعة وتوتر صباح الخير يا سيدي السفير أسفل الاتصال بك في هذه الساعة المتأخرة ولكن الأمر عاجل بالفعل أنا الرائد مونة توفيق أتحدث إليك من المطار نعم من المخابرة المصرية لدي أخبار مؤسفة يا سيدي الرجل الذي أتيت من أجله يعمل لحساب المافيا ولقد طاردونا في شراسة وتسببوا في مصرع الملحق العسكري نعم يا سيدي السفير إنك لم تخطئ السامع لقد استشهدم ملحقنا العسكري ونجوت أنا بعجوبة وما زالت الأمور قاطعه فجأة صوت صارم غاضب يقول في حدة عجبا ما الذي لدينا هنا لديك تفسير منطقي يا سونيوريتا استدارت إلى مصدر الصوت بسرعة مصوبة مسدسها للصاحب في عصبية ورأت أمامها رجلا في أوائل الخمسينات من عمره أصل على الرأس أشياء بالفودين ضخمة الجثة تطلع إلى مسدسها بغضب أكثر وهو يتابع ما هذا بالضبط أتاج رؤين على تصويب مسدسك إلى مفاتي الشرطة قالت في حضر ومن أدراني أنك رجل الشرطة حقيقي أخرج شارط الشرطة من جيبه وهو يقول في عصبية أتاك في هذه البطاقة الموجودة تشير لأنني المفاتيش روسكوتس تطلعت إلى الشارة لحظات في إمعان ثم خفضت مسدسها مغمغمة هي لحد ما متشفتيه وعقد ساعديه أمام صادره وهو يقول في حزن الآن وبعد أن انتهيت من استجوابي والتأكد من هوياتي حان دوري لتوجيه الأسئلة أخبريني بالله عليك من أنت وما سر إصابتك وكيف اتفق أنك تركبين واحدة من سيارات الشرطة أشارت إلى السيارة قائلة إنها ليست سيارة حقيقية فغرفيا في دهشة قبل أن يقول ما الذي يعني هذا همت بإجاباته لو لأنا ارتفع من الهاتف صوت السفير يصيح في قلق هل تسمعيني يطهر رائد أين أنت؟ رفعت سماعة الهاتف إلى أذنيها وهي تقول أنا هنا يا سيد السفير لقد التقيت بـ فوجئت بالمفاتيش روسكو يختطف منها السماعة وينهي المحادثة بحركة عنيفة وهو يقول هذا يكفي انقبضت قبضتها في تحفز وهي تقول ما هذا بالضبط؟ قال في حدة إنك تتحدثين بلغة أجهلها بحوار أجهل فحواه مع رجل أجهل هويته فما ليست توقعين مني فعله تطلعت إليه لحظات في غضب متحفز ثم لم تلبس أن تمالكة أعصابها وقالت فليكن دعنا أنهي هذا الأمر استخيف بسرعة هتف عظيم ما زلت أنتظر جوابا لأسئلتي عقدت ساعديها أمام صدريها بدوريها وهي تقول في هذه الحالة سيطول انتظاري كثيرا لأنني لن أجيب على أي سؤال صحة محنقا هكذا فليكن سألقل قبض عليك إذن مع قائمة طاولة من الاتهامات سرقت سيارة شرطة وحمل سلاح بدون ترخيص و قاطعته في صرامة هنني أحمل جواز صفرت بلوماسيا التقى حاجباه في شدة وهو يحضق فيها في غضب ثم قال في حدة هذا لا يمنحك حق حمل سلاح بدون ترخيص أعطيني هذا السلاح فورا نولته المسدس قائلة في لهجة تحمل رنة ساخرة ها هو زي لقد فرغت رصاصاته كلها أتهش ذلك الارتياح العارمة التي ملأ ملامحه وتلك الاتسامة الساخرة التي ظهرت على طرف شفتيه فهتفت والشك يعصف بها أنت رجل شرطة حقيقي أجبها بلهجة عجيبة بكل تأكيد ثم بركت عيناه مع استراضته ولكنني أعمل لحساب العائلة فهمت على الفور ما يعنيه وتراجعت بسرعة ويتهتف أيها الحقير ومع آخر حروف هوتا فيها برز رجال الموفيا من خلف سيارة روسكو وانقضوا عليها وهم يبتسمون في سخرية وشماتة كانوا سبع من الرجال الأقوية الأشداء يحمل كل منهم هرى وقصيرة وجوههم تحمل كل وحشية الدنيا وشراستها ومن خلفهم هاتف صوت مألوف هردها حية من الواضح أن لديها الكثير لتخبرنا به صاحة منا وهي تنقض بدورها جميل منك أن أوضحت لكمت أحد الرجال في أنفه بكل ما تملك من قوة وتفادت ضربة عنيفة من هرى وتثاني ورقلة الثالث بين صاقيه وقفزت لتتجاوز ضربة الرابع ولكنها شعرت بضربة قوية على مؤخرة عنقها ودار رأسها في عنف وصرخت بكل قوتها أدهم أين أنت ولكن صرخت هذه لم تتجاوز حلقها والدنيا تظلم من حولها ويتسقط فيه هو عميقة عميقة وبلا قرار القتلة تعلقت عين المفاتش جونس في قلق واضح بذلك القدح الذي جرعه حسام حتى آخره بكل ما يحويه من مادة الصيانيد السمة فابتسم هذا الأخير في سخرية وهو يضع القدح على المائدة قائلا ماذا أصابك هذا؟ أهي أول مرة تشاهد فيها رجلا يشرب؟ أما أنك تجمع صور المتهمين الجدد وتصفها فيه احتقن وجهي فجأة قبل أن يتم عبارته وأمسك معدتي صارخا يا إلهي الألم رهيب سارت كشعرين باردة في جسد جونس وترجع في حركة حادة وهو يحضك في حسام وقد أصابه انفعال جارف في حين كفز زميله من مكعده هاتفا في هلع ماذا حدث؟ صاح حسام وهو يتلوى من ألم شديد معاية تتمزق وحلقي جاف ونيران مشتعلة في صدري استرد جونس لعابي في صعوبة وتمتم ألم أحذركم لقد انتحر تطلع إليه الزميل في الزعر في حين هاتف حسام الزجاجة أعطوني الزجاجة سأله رجل الشرطة في توطر أيت زجاجة؟ قال حسام وهو يتلوى في شدة زجاجة الدواء التي كنت أحملها إنها ليست أطرن أحضرها أرجوك انتفع الرجل خارج الحجرة لإحضار الزجاجة التي تم التحفز عليها عند إلقاء القبض على حسام في حين تطلع جونس إلى حسام لحظة ثم غمغم لا فائدة لن تنجو هذه المرة تطلع إليه حسام في تهالك وهو يسقط فوق المائدة فاستطرد جونس في تشفي إنه السيانيت أسرع السم في العالم كما أخبروني لقد انتهت حياتك يا صاح ولن يسعفك ذلك الدواء اللذي اتسعت عيناه بغطة في زهول وهلع عندما استعاد حسام نشاطه كله دفع واحدة وانقض عليه بحركة مفاجئة ودفعه إلى الجدار قائلا هكذا إذن حاول الجونس أن يلتقط مسدسه ولكن حسام عاجله بلكمك القنبلة في فكه وأخرى صاحقة في معدته ثم انتزع منه مسدسه وألسقه بعنقي قائلا إذن فقد أخذت رشوة تقتلني عظيم أخبرني إذن من اتصل بك أهو ذلك المدعو توني برسالينو ارتجف جونس من قمة رأسي حتى أخمص قدميه وهو يمسع خيط الدم الذي سال من طرف شفتيه وهو يقول منهارا ولكن كيف كيف نجهت من السياني دي السام لقد رأيتك تشربه بنفسي أجابه حسام في سخرية لو أنك درست شيئا من علم السموم لعرفت الجواب بنفسك يا رجل هل تذكر أنني تناولت منذ فترة قرصة من تلك الأقراس ألا تمنع إفراز حامد الهايدروكلوريك في المعدة؟ وقلت أنني أتناولها باستمرار؟ هذا هو الجواب يا أستاذ الأغبياء ابحث عنه في كتب السموم أو في تاريخ حياة راسبوتين غمغم جونسي في دهشة مظهورة؟ راسبوتين؟ قال حسام ساخرا نعم هو أيضا حاول اغتياله بسم السيانيد وفشلت المحاولة مع آخر حروف كلماته وصل مفتش الشرطة الآخر ولم يكد يرى حسام وهو يلسك زميلي بالجدار حتى انتزع مسدسه هاتفا هل لعنة كانت خدعة؟ انحنى حسام بسرعة مدهشة متفاديا رصاصة المفتش ثم واسب نحوه كالفهد ورقل مسدسه في مهارة ثم أكال له ثلاث لكمات سريعة اختطف بعدها الزجاجة من يده قبل أن تسقط أرضا وهو يقول انتبه يا رجل لو سقطت هذه ستكون نهايتنا جميعا اندفع جونسي نحوه من الخلف مستغلا انشغاله بالتقاط الزجاجة ولكن حسام لمحه بطرف عينيه فظهر حول نفسه في رشاقة ولكمه لكما كالصعيقة في أنفه مباشرة أسقطته فقد الوعي في نفس اللحظة التي اندفع فيها رجال الشرطة نحو حجرة التحقيقات مع الهرج الحادث فيها وأصبح على حسام أن يواجه رجال الشرطة مرة أخرى وكانت هذه المرة تختلف كثيرا عن سابقتها كانت في عقر دارهم ولم يضع حسام لحظة واحدة لقد انتزع غطاء زجاجة العطر الزائفة وأفرها محتواها في حرص على سطح المندضة الصغيرة في حجرة التحقيقات كانت للسائل الزيتي القوام داخلها رائح عطرية واضحة ولكنه كان يخفي داخله أربع كرات صغيرة من الزجاج تحوي سائلا آخر له نفس اللون التقطها حسام في حضر في نفس اللحظة التي وصل فيها رجال الشرطة إلى بداية الردها التي تقود إلى الحجرة وبسرعة مذهشة ألقى حسام واحدة من القرات الأربع نحوهم ودو انفجار محدود انفجار أطاح بأحد رجال الشرطة وأكبر الباقيين على التراجع في حين وثب حسام خارج الحجرة وهو يطلق رصاصات مسدسة في غزارة وكانت مفاجأة مذهلة لإدارة الشرطة كلها مفاجأة أصابت العديدين بالشلل وأكبرت الآخرين على التراجع مع انفجار الكرة الثانية والرصاصات المصاحبة لها وحسام يشك طريقه في بسالة عجيبة نحو الأبواب الخارجية وفي حجرة المفاتيش جونس هبأ توني واقفا وهو يعقد حاجبيه في شدة هاتفا في عصبية ما الذي يعني هذا؟ كان قد فكر في الإنصراف بعد أن أعطى الصم من المفاتيش جونس إلا أنه لم يلبس أن قرار البقاء ليتأكد بنفسه من النتيجة وها هي ذي مفاجأة جديدة واجهه وعلى الرغم من صعوبة الموقف ودقته اندفع توني يغادر الحجرة وراح يعد نحو حجرة التحقيقات على عكس اتجاه الحركة العام في المكان كله ومع دوي الانفجار الثالث عند باب الإدارة الرئيسي كانت توني قد بلغ الحجرة ورأى جونس الذي يستعيد وعيه مترنحا فالقض عليه وجذبه من ستراطي في عنف هاتفا ماذا حدث؟ أجبه جونس في أعياء لقد هربت ذلك الشيطان صح توني في جنون؟ هرب وكيف سمحت له بهذا؟ لماذا لم تدس له السم كما أمرتك؟ قال جونس في انهيار لقد فعلت يا مستر بورسالينو أقسم لك أنني فعلت بل رأيته يشربه بنفسي ولكنه لم يتأثر به قط احتقن وجه توني وهو يهز في عنف هاتفا مستحيل كيف يحدث هذا؟ هز جونس رأسيه وقال لست أدري أقسم لك أن هذا يكاد يصيبني بالجنون يا مستر بورسالينو لقد شارب ذلك الشيطان القضح كله ثم هب واقفا في نشاط وذكر شيئا عن راسبوتين عقد توني حاجبي في شدة وهو يقول راسبوتين؟ هدف جونس؟ لست أدري ما يعني هذا يا مستر بورسالينو أقسم لك دفعه توني في عصبية ونهض مع قود الحاجبي وعقله تساءل في شدة نعم مالذي يعني هذا؟ مالذي يعنيه؟ أما حسام نفسه فقد شق طريقه إلى الخارج بكل عنف وقوة وتبدل إطلاق النيران مع عشرات من رجال الشرطة الأمريكيين وشعر برصاص تخترق ذراعه اليسرى وأخرى التغوص في فغذيه اليمنى ولكنه لم يتوقف بل واصل طريقي حتى ساحة السيارات حيث ألقى قنبلته الأخيرة وهو يثب داخل سيارة قوية وينطلق بها مبتعداً وصرخ مدير إدارة الشرطة في غضب إنه يهرب الحقوا به أمسكوه ومع صرخاته علم رجال الشرطة أنفسهم واندفعوا لسياراتهم ولكنهم كشفوا عند إز أن قنبلة حسام الرابعة والأخيرة قد انفجرت وسط السيارات وأتلفت معظمها ولكن السيارات الثلاثة المتبقية انطلقت لتطارد حسام في غضب ولم تستمر المترد طويلاً صحيح أنهم عثروا على السيارة التي فر بها ولكن لم يكن هناك أثر لحسام ولا أدنى أثر كان حسام يعرف قواعد اللعبة جيداً هذه المرة لقد قاتل رجال الشرطة والأمريكيين في عقر دارهم وهزمهم حتى مغرورهم ونجح في الفرار منهم ولن يمكنهم احتمال هذا قد إنهم سيطوردونه بكل قوتهم وكل طاقاتهم وإمكانياتهم سيطوردونه بكل ضرط غضب في أعماقهم حتى يظفروا به أو يهلقوا دونه ولهذا لم يواصل الفرار بتلك السيارة طويلاً لقد استخدمها فقط للابتعاد عن منطقة القتال بأقصى مسافة ممكنة وهذا يعني 200 متر على الأقصر في مدينة شديد الإزدحام مثل نيويورك وفي شارع جانب مكفر تخلى عن السيارة واحتمل ألام فخذه وهو يعد مبتعداً عنها من شارع إلى شارع آخر وأخيراً بلغ منطقة أخرى فتوقف لاهثاً واستند إلى جدار قديم يلتمس بعد الراحة ويلتقط أنفاسه مرهقة وفجأة ارتفع صوت خشن جاف يقول هل يروق لك المكان يا صاح؟ التفت حسام إلى مصدر الصوت ورأى أمامه رجلين ضخمية الجثة ينظران إليه في استخفاف شرير وهم يعبثان بميديتين حادتين فتطلع إليهما بنظرة خوية وهم يقتربان منه وسمع أحدهم يقول هراهن أنك تحمل بعض المال ليس كذلك؟ قال حسام في هدوء بلى إنني أحمل الكثير منه أرفع أحدهم حاجبه في دهشة لهذا الجواب المباشر الصريح في حين أطلق الآخر صفيرا طويلا قبل أن يهتم في سخرية لا تجعل هذا يقلغك يا رجل سنخلصك من حملك هذا في لحظات قصار واقترب منه أكثر ودفأ أحدهم مديته إلى عنقه في حين قالت ثاني وهو ينحني ليفتش غيوبه ولكنك مصاب ماذا حدث بالضبط؟ هل حاول الزملاء سلبك مالنا؟ أجابه حسام نعم ولكنهم تراجعوا بعد أن فعلت بهم ما فعلت قال الذي يلصق المدية بعنقه في سخرية هم الذي فعلته يا سوبرمان قال حسام في حزم هكذا ومع قوله ارتفعت يده اليسرى تقبض على معصم الرجل وتزيح المدية عن عنقه في نفس اللحظة التي أبرز فيها يده اليمنى من خلفه وهي تمسك مسدس الشرطي وأمالها في حركة سريعة وأطلق رصاصة على قدم اللس الذي أطلق صرخة ألم رهيبة في حين هتف زميله ماذا؟ رفع حسام يدي في سرعة وهو على فك اللس الآخر بكعب المسدس قائلا إنها رصاصة ألديك اعتراض؟ سقط الرجل الأرضا في عنف كجوال ممتلئ بالفحم في حين صرخ زميله وهو يحاول منع الدماء التي تضفق من جرح قدمه في غزارة لن نفعل شيئا إننا نستسلم لكما هو حسام في أنفه قائلا ولماذا تفسد متعاتي هذا؟ لن يأهوي قتل الأوغاد على العشاء هبت ساقط واقفا وانطلق يعد هاتفا هذا لو وجدتهم أمامك أما زميله المصاب فراح يحجل بقدم واحدة صارخا انتظرني أيها الحقير لا تتركني وحدي تنفس حسام الصعداء عندما ابتعد وأمسك معدته في ألم وهو يفكر فيما حدث في قسم الشرطة لقد لاحظ اهتمام جونس الشديد بالقدح الذي قدمه له واستنتج من هذا أنه دس نوعا من السم فيه ولكنه لم ينتبه لهذا إلا بعد أن شارب محتوى القدح كله بالفعل ولم يشعر بأثار السم وهي رغم هذا فقد تظاهر بالإصابة ليسمع اعتراف المفاتش المرتاشي قبل أن ينقض عليه ومما سمعه أدرك لماذا لم يقتله السياني تعالى الرغم القوات وخطورته وحوادته ثقته ونجح في الفرار أما الآن فهو يشعر بالقلق لقد مر بفترة توطر عنيفة ستؤدي حتما إلى ألام معدته العصبية ودفعها إلى إفراز بعد أحماضها التي تؤلمه أكثر وأكثر بل لن تكتفي بإلام هذه المرة إنها ستقتله ستقتله حتما وبلا رحمة ومن داخله بدأ يشعر بالتهالك والانهيار ولكنه صرخ في أعماقه لابد أن أصل إلى المستشفى وبأقصى سرعة اندفع يغادر ذلك الشارع الضيق ولكن الضوار الذي أحاط به تضعف أكثر وأكثر حتى أنه لم يعد يدرك أهو تأثير السم أما الدماء التي فقدها والمجهود الجبار الذي بذله وعبر حسام الشارع بأقصى سرعة ولكن الضوار تضعف وتضعف وتضعف وفجأة لم يعد جسده القوي قادرا على الاحتمال وبغطة وبلا مقدمات سقط حسام على أرض الشارع فاقد الوعي في قلب مدينة لا تعرف الرحمة ولا الهوادة في قلب نيويورك المكتب الخامس كان للانفجار وقع الصاعقة على أعضاء نادي القلف الملكي بريطاني فهبوا جميعا من مقاعدهم واندفعوا إلى ساحة القلف الرئيسية حيث وقف السير لانسلوت تطلع مبهوتا إلى منطقة الأشجار الكثيفة التي تصاعدت منها أدخنة مخيفة وهتف رئيس النادي مزعورا ماذا حدث يا سير لانسلوت بقى لانسلوت صامتا بدأ لحظات وهو يبحث ببصره بين الدخان المتصاعد عن أثر يعلن مصرع أدهم ويزيل ما تبقى في أعماقه من قلق مبهم ثم لم يلبس أن رسم على وجهه علامات الحزن والأسه والارتياع وهو يستدير إلى أعضاء النادي هاتفا إنه سير سبيلمن المسكين روجر سبيلمن لقد دلف إلى تلقى البقع الكثيفة الأشجار خلف قراته وعندما ضربها انفجرت وأطحت به تماما شحبت وجه الأعضاء وأحدهم يهتف هي للبشاعة وساح الرئيس ولكن هذا أمر مروع لا يمكن استقوت عنه إنه يشبه قذرات رجال لأصابات الأمريكية أيام كابوني كومبلا في كرة جولف هي للعار لن نقبل هذا العبث الإجرامي في إنجلترا قط أخفى الأنصرة وجهه بكفيه وهو يهتف في تأثر من فعال مبالغين هي للهول يا لهول ما حدث قلبي يتمزق كلما تخيلت سير سبيلمن المسكين وهذه القنبلة العينة تحوله إلى أشلق متناسرة باتر عبارته واختفت باقي كلماتي في حلقه وانتفد جسده كله عندما سمع من خلفه صوتا ساخرا باردا يقول احتفظ بقلبك سليما يا سير لانسلوت كما احتفظت أنا بجسدي التفت لانسلوت إلى صاحب الصوت في زهول في نفس اللحظة التي انطلقت فيها شاقات أعضاء النادي وهتف الرئيس في ارتياح سير سبيلمن شكرا لله أنت سليم وعافى لم يكن أدهم لحظتها سليما في حزب بعد أن نجى من الانفجار وإنما كان بكامل أناقته ولياقته يمسك حاصل جولف في هدوء ويبتسم في وسامة حاملا وجه وملامح روجر سبيلمن وفي حرارة بالغة اندفع إليه رئيس النادي صفحه قائلا إذن فقد نجوتي يا سير سبيلمن كم يسعدني هذا رمك أدهم لانسلوت بنظرة ساخرة وهو يقول كانت محاولة حقيرة لقتلي إذ أبدل أحدهم كرة الجلف الخاصة بيب أخرى زائفة تحويل نيتروج لسرين على الأرجح وأعترف أنني كنت أضربها بالفعل لو لأن لحظت شيئا هاما سأله أحد الأعضاء في الشغف وما هو لوح أدهم بعصاه وقال في بساطة أن القرى كانت مستقرة تماما وكأنما وضعها أحدهم بيده ولم تترك خلفها أثر الانزلاق البسيط الذي يحدث عند السقوطها وقبل أن تستقر في موضعها ولو أضفنا إلى هذا آثار الأقدم حولها كان من الطبيعي أن أستنتج أنها كرة زائفة ستنفجر فورا أن تضربها عصى الجلف هاتف أحد الأعضاء مبهورا من الطبيعي من أنت بالضبط روجاري سبيلمان أم شرلوك هولمز إن عقد حاجة بلانسلوت في غضب شديد في حين التسعت ابتسامة أدهم الساخرة التي يرمقه بها في استهتار ورئيس النادي يهتف ولكن الكرة انفجرت بالفعل أو ما أدهم برأسي إيجابا وقال بالطبع سيدي كان من ضروري أن أتيقن من أنني لم أخطئ الاستنتاج لذا فقد احتميت بجزع الشجر كبير وأصابت القرى بحجر كبير ثقيل وكان من الطبيعي أن تنفجر أليس كذلك؟ تخلى الأعضاء عن وقارهم هذه المرة وهتفوا مهنئين في حرارة وأحاطوا بأدهم يصافحونه في حين بقى لانسلت في موضعي والأبخرة تكاد تتصعب من أنفه مع ذلك البركان السائر في أعماقه حتى انفض الجمع ورئيس النادي يقول حمد لله على سلامتك يا سير سبيلمان ولكنني سأبلغ الشرطة للتحقيق في الأمر لو حادم بك فيه قائلا هذا أمر طبيعيه الرئيس ثم اتجه إلى لانسلت وقال في سخرية عجبا يبدو أنك الوحيد الذي لم يسعى لتهنئتي بالنجاح يا سير لانسلت هل أحنقك ما حدث؟ رمكه لانسلت بنظرة نارية دون أن ينبس ببنت شفا فخفض أدهم عصاه واستطرد متهكما آه وبالمناسبة نسيت أن أخبرك أنني عصرت على حريسة كمور وسط الأشجار وألقيت عليه التحية ولست أدري لماذا سقط فقد الوعي وفقد اثنتين من أسنان الأمامية الجميلة ولكنه كان مهذبا في الواقع فلم يلفز بحرف واحد ولم قاطعه لانسلت في عصبية كفا قالها واستضر في حركة عنيفة واندفع نحو الصراحة النادي ولكن أدهم لحق به في خطوات واسعة وهو يقول مواصلا سخريته ماذا أصابك يا عزيزي لانسلت؟ أين الهدوء الأسطوري الذي يمتز به شعبك؟ والذي اشتارت أنت بالذات به أيام عملك في المكتب الخامس؟ توقف لانسلت بحركة مباغتة والصدر اللي أدهم في غضب قائلا مالذي تريده بالضبط لقد نجوت من الانفجار حسنا وماذا بعد؟ أجبه أدهم في برود؟ لقد بدأت مرحلة اللعب بأوراق مكشوفة يا سير لانسلت والواقع أنني مغرم دائما بهذه المرحلة وأميل إلهي كثيرا في عملي الآن أنت تعلم من أنا وأنا أعلم من أنت ولم يعد هناك مبرر للتحايل والمنورة قال لانسلت في حدة عظيم ومن هذا المنطلق دعني أخبرك أن نجاتك من الانفجار لا يعني أنك أصبحت في مركز استحق الاهتمام حياتك نفسها أصبحت مسألة مؤقتة قد تنتهي في آية لحظة عقاد أدم حاجبي في صرامة وهو يقول هذا عمر طبيعي لا يستحك فلسفة خاصة أيها الحقير فحياة كل مخلوق في هذه الدنيا مسألة مؤقتة تنتهي في اللحظة التي اختارها خالقه عز وجل وبالنسبة لك ستتحول حياتك إلى جحيم تتمنى فيه الموت ألف مرة لو لم أحصل منك على كل ما أبتغيه من معلومات انتفض الانسرة في غضب هادر وهو يقول هل بلغت بك الوقاحة حتى تهديدي في وطني أيها المصري هل تعلم ما يمكنني أن أفعله بك هنا يا كفي أن أعلن أنك لاستروجر سبيلمن كما تدعي وأن أرثار سبيلمن لم ينجب أبدا وسيكون عليك عند إز أن تبرر موقفك لرجال الشرطة قال أدهم ساخرا وهل يلجأ لانسرة العظيم لمثل هذه السخافات؟ أجابه لانسرة في غضب نعم إذا اضطرق الأمر لذلك تنحد أدهم وقال فيه هدوء إنك تضطرني في هذه الحالة إلى التعامل معك بواسلة مختلفة قال لانسرة متحديا مثل ماذا؟ أجابه أدهم بسرعة مثل هذه قالها وهو يتحرك بخفة مدهشة ويدور حول خصمه ثم يلكمه لكما فنية في مؤخرة عنقه جحظت لها عين لانسرة لحظة ثم هوا فاقد الوعي فتلقفه أدهم في رشاقة وهو يهتف بصوت مرتفع تعمد أن يسمعه روادي النادي سير لانسرة ماذا أصابك؟ هرح إليه بعض الأعضاء هاتفين ماذا حدث؟ أجابهم أدهم متظاهرا بالفزع لست أدري لقد فقد وعيه فجأة إنه يحتاج إلى طبيب هاتف أحد الأعضاء سأقوم باستدعاء طبيب النادي بسرعة قال أدهم في حزم كلا إنه يحتاج إلى طبيبه الخاص الدكتور مانين سأحمله إليه على الفور وكرن القول بالفعل دون أن يضي لحظة واحدة فحمل لانسرة على زراعيه وأسرع به إلى سياراته ما من نادي وبعض الرواد الحق به ويعرضون مساعدتهم وتعاونهم ووضع أدهم لانسرة الفاقدة الوعية على الأريكة الخلفية لسياراته وهم بالجلوس خلف عجلة القيادة عندما ظهرت سيارة الشرطة فجأة وتوقفت أمام سياراته تماما وهبط منها مفت الشرطة بريطاني ينفس دخان غليوني في إسراه فهو يقول أين سير روجر سبيلمان؟ وما قصة القنبلة هذه؟ أجابه أدهم في لهجة توحي بالعجلة أن روجر سبيلمان ولكنني لن أستطيع شرح الأمر الآن فمعي سير لانسلوت وهو فقد الوعي ولابد لي من حمله إلى طبيبي الخاص على وجه السرعة قبل أن وهنا قاطعه بغطة صوت الخادم مور وهو يعد نحو صيرة أدهم صارخا هوقفوه إنه ليس روجر سبيلمان إنه زائف انقذ سير لانسلوت قبل أن يختطفه ولكن أدهم جلس خلف عجلة القادة بالفعل وهو يقول إلى لقائها المفتش سأبذل قصر جهدي للعودة بسرعة عقد المفتش حاجبيه وهو يقول مهلا هذا الرجل يقول إنك ولكن أدهم لم يوهله ليتم قوله وإنما انطلق بسياراته على الفاور وامور يصرخ لا انقذ سير لانسلوت وارتفع حاجب مفتش الشرطة في دهشة ثم قفز داخل سيارته وصاحف سائقها اتبع هذه السيارة وانطلقت سيارة الشرطة خلف أدهم أما مور فقد شحب وجهه في شدة وردد في ارتيع رباه سير لانسلوت وتجمد في مكانه لحظة محدقا في النقطة التي اختفت عندها سيارة أدهم ثم لم يلبس أن انتفض في عنف وكأنه يستيكز من حلم بشع ودار على عقبيه واندفع إلى داخل النادي والتقط سماعة الهاتف وضغط أزرار رقم خاص ولم يكد يسمع صوت محدثي حتى قال في توطر المكتب الخامس أريد التحدث إلى ريتشارد أكسل نعم أنا مور الخادم الخاص لسير لانسلوت إنه أمر عاجل للغاية وانتظر اللحظات حتى سمع صوت محدثي في هاتف ميستر أكسل إنه أنا مور لقد اختطفوا سير لانسلوت يا سيدي نعم اختطفوا جاسوس مصري انقذوا يا سيدي ولم يكد يعد سماعة الهاتف حتى أصبح واثقا من أنه قد أطلق في أعقاب أدهم أكبر قوة في الإمبراطورية البريطانية السابقة كلها رجال المكتب الخامس المعروف عالميا باسم أكثر وضوحا اسم جهاز المخابرات البريطانية الخطة تسير بدت سونيا جيرهام شديد التوتر في ذلك المساء وهي تتحدث هاتفيا مع أليكس ميلانوفيتش الذي هتف من قلب موسكو بحماس من قطع نظير كل شيء يسير على ما يرام يا ميسيز أرثر البضائع وصلت هنا وافتتحنا شركة تصدير المعدات الزراعية الروسية وسيتم استبدال القطع الرئيسية مع مالينوف وقاطعته سونيا في عصبية لا تذكر أية أسماء ازداد لعابه وقال بالطبع يا ميسيز أرثر بالطبع هذا بديه إنه مجرد سهو في حزب ولم أكن أقصد أن قاطعته مرة أخرى في عصبية أكثر فليكن متى تحصل على القطع الأصلية أجابها بسرعة غدا في منتصف الليل تماما لقد اتفقت على كل شيء مع مال أقصد مع صديقانا هنا وسنلتقي في المكان المحدود وننهي كل شيء بسرعة زفرت في التوتر شديد لم يجد له مبررا فتمتم مرتبكا ألديك أي التعديلات؟ أجابته في حدة كلا امدف الصفقة تبعا الخطة وأنهت الاتصال بسرعة عجيبة ثم رفعت عينيها إلى توني برسالينو وأشعلت سجارتها في عصبية فسألها في خفة حذر الخطة تسير على ما يرام أليس كذلك؟ أومأت برأسيها إيجابا في التوتر وهي تنافس دخان سجارتها ثم سألته في انفعال واضح إذن فقد تحدث عن راسبوتين قال توني هذا ما أخبرني به جونس ولكنني أجهل ما يعنيه هذا وما أصلت ذلك الراهب الروسي المخيف بما حدث لوحد بيدها قائلة هذا لأن ثقافتك ضحل للغاية فغرفها في دهشة وهو يقول وما أصلت الثقافة بهذا نفست دخان سجارتها مرة أخرى وهي تجيب لو أنك قرأت شيئا عن راسبوتين هذا لعلمت أن أحد النبلاء حوال قتله زيت مرة باستخدام سوم السيانيد ولكن راسبوتين كان مصابا بنعدم أحمض المعدة بسبب إدمانه الطويل للخمر والسيانيد في حد ذاته ليس مد السامة وإنما يتحاول لذلك عندما يختلط بحمد الهايدروكلوريك في المعدة وينتج حمد السيانيد المائي وهو الشق الشديد السمية وفي حالة خلو المعدة من الحامض يبقى السيانيد كما هو فيتبقى أثره السام هتفتني فهمت إذن في الأقراص التي كان يتناولها ذلك الشيطان ولا تمنع إفراز حامض الهايدروكلوريك في معدته هي التي منعت تكون الحامض السام وأنقذته من الموت قالت في عصبية تماما إنه ينجو في كل مرة بمعجزة مماثلة وكان ما يحابيه ملك الموت تطلع إليها في دهشة وهو يقول هل تعرفيني يا سيدتي عقدت حاجبيها في شدة وتطلعت لحظة في صمت عجيب إلى حوض السباحة المجاور لمكتبها عبر الجدار الزجاجي الضخم الذي يفصل بينهما قبل أن تجيب بصوت يموك بالإنفعال لو أنه الشخص نفسه الذي أفكر فيه فأنا عارفه جيدا بل وأكثر مما يمكنك تخيله زادت دهشاته وهو يتأمل عصبيتها وانفعالها وهي تجذب أنفاس سجارتها في قوة ثم تنفسها في عنف وتتابع ولكن هناك أمر يصير حيرتي ودهشاتي سألها في حضر وما هو إزادا عقاد حاجبيها لحظات قبل أن تقول الشخص الذي هارب من إدارة الشرطة يتعامل مع الأمور بعنف شديد ويتسبب في مصرع البعض دون تردد وهذا لا يتطفق مع طبيعة الشخص الذي أعرفه والذي يتعامل مع الحياة وكأنها جوهرة ثمينة يتفادى طوال الوقت مجرد خدشها إلا في حالات الضرورة القصوى وللدفاع عن حياته وطني في حزب هاتفتني في دهشة؟ أي شخص هذا؟ شرط بصرها وهي تجيب؟ شخص من طراز شديد الندرة لا يمكنك أن تجد سوى نسخة واحدة منه في الجيل الواحد وربما في عدة أجيال شخص يمكنه أن يتصدى وحده لجيش كامل دون أن تهتز في جسده شعر واحدة أو يتراجع قيد أنمولة شخص من نوع خاص يا توني خاص جدا ارتفع حجباه في دهشة بالغة وهو يقول سيدتي إنكي كاد يقول إنكي تعشقينة ولكنه أمسك لساني في اللحظة الأخيرة قبل أن ينطق بالكلمة وتلعتم لجزء من الثانية قبل أن يتابع إنكي تدهشي ناني سحقت بقايا سيجارتها في المنفضة وهي تقول هالمصطلح الأقصر صح هو إنكي تخفي ناني هزا كتفيه قائلا لو أنه هناك شخص كهذا فهو كفير بإخافاتي بالفعل مطت شفتيها الجميلتين وهي تقول إنه موجود بالتأكيد ثم التفت إليه مستطردة في حماس مفاجئ ولو أننا نتحدث عن الشخص نفسه فنجاتي من السم ليست نهائية إذ أن المجهود والإنفعال سيجبران معدتي حتما على إفراد شيء من الحامد وعند إذ يتكون الحامد السام ويلقى مصرعه أو عادت تعقد حاجبيها في تفكير عميق فسألا في لهفة أو ماذا؟ قالت في بطء أو يفقد وعيه على الأقل سأل في اهتمام وماذا سيحدث عند إذ؟ قالت في حماس سيحملونه إلى أقرب مستشفى بالتأكيد أو يتركونه ليلقى مصرعه وسط الطريق أشعلت سجارة أخرى في انفعال وقالت فليكن يا توني إنك لن تحظى بالنوم هذه الليلة ستدور على كل مستشفى في النيويورك وتبحث عن شخص فقد الوعي في الطريق ومصاب بتسام محدود وربما برصاصة أو رصصتين وسنعصر عليه حتما وارتجفت أطرافيها ويتنافس دخان سجارتها مستردة حتما يا توني حتما واشتعلت نيرانها أكثر كانت مطاردة مسيرة في قلب لندن أدهم ينطلق بالسيارة في قلب العاصمة البريطانية وسير لانسروت فاقد الوعي في مقعدها الخلفي وسيرت الشرطة تشك طريقها خلفه وبوقها ينطلق بتواصل مزعج سخيف ولكن من يهزم أدهم صبري في مطاردة سيارات لقد انطلق وسط الشوارع المزدحمة في مهارة مدهشة وكأنما ينطلق في صحراء خاوية والمرة يفسحون له الطريق مضعورين وهو يقفز بسياراته فوق الإفريستارة ويتجوز بها سيارة مسرعة ترى أخرى وفي سيارة الشرطة هاتف المفاتش وهو يمسك بوك جهاز اللاسلكي هل جميع الوحدات اشتركوا معنا في هذه المطاردة إننا نطارد شيطانا بالتأكيد لقد اختطف أحد النبلاء وهو يقود سيارته على نحو لمشاهده القط من قبل في طريق البكاديلي حاولوا اعتراض طريقه أو فعلوا شيئا لقافه ورح يكرني دائحة نحو المتصل والشرطي المصاحب له يطارد أدهم في ذلك الطريق الطويل الذي يقود إلى الميدان ثم لم يلبس أنهتف في ارتياح لقد اعترض طريقه كانت هناك سيارتان من سيارات الشرطة قد ظهرت بالفعل عند نهاية الطريق وانحرفتها لتسدان مخرج جيدا في محاولة لمنع أدهم من الفرار ولكن أدهم لم يتوقف إنه حتى لم يخافف من سرعته وهو يندفع نحو السيارتين كالصاروخ فهدف الشرطية الذي يقود إحداهما ما هذا بالضبط أهو مجنون أم أحمق وفي نهاية حروف كلماته انحرف أدهم يمينا بحركة سريعة وقفز بسياراته فوق الإفريز وترك السيارة تحتك بجدار أحد المنازل وهو يعبر تلك الفرجة الضيقة بين مؤخرة سيارة الشرطة والجدار وصرخ المرة عندما نجح أدهم في العبور بسياراته من سقب الإبرة صرخوا في الزعر وانبهار وشهق بعضهم غير مصدق مع انطلاق سيارته المتزن بعد ذلك العبور المذهن وصرخ مفاتش الشرطة في غضب أفسحوا الطريق أيها الأغبياء لقد تركتموا يتجاوزكم وأنتم تعترضون طريقي الآن واتره سائقه للتوقف حتى اعتدلت سيارة الشرطة وبدأت المطاردة من جديد وفي هذه المرة اتجه أدهم نحو أطراف المدينة وكأنه يعرف طريقه بالضبط فقال مفاتش الشرطة فيه قلق عبر جهاز لاسلكي إلى أين يقودنا هذا الرجل أجبه أحد رجال الشرطة في السيارتين الأخريين إننا نتجه إلى الجسر ومنه سنعبر إلى الطريق الدائري وهناك لن يمكننا للحق به قط هاتف المفاتش لابد أن نمنعه من بلوغه إذن اسمعي رجل سنفترك هنا أنا سأواصم طاردته على نحو مباشر وأنت وزميلك تتخذان الطريق المختصر وتحاولان اعتراض طريقه قبل الجسر ثم ستردى في حدة هو لا تتبع الخطة نفسها التي اتبعتماها عند الميدان قال أحد رجال الشرطة في الضيق سنفذل قصار جهدنا وانفصلت السيارتين عن الرجل وانطلقت عبر الطريق المختصر وخلفه مع صفة من الغبار في حين أبدل المفاتش موجة الاتصال وقال هنا المفاتش بلاكي المطاردة تتجه للجسر الشرقي اطلبوا رفع الجسر على الفور لنقطع الطريق على ذلك الشيطان أما أدهم فقد لاحظ انحراف السيارتين إلى الطريق الجانبي فابتسم في سخرية وهو يقول محاولة جيدة أيها السادة ولكن الطريق المختصر يحتاج إلى سرعة كبيرة حتى يمكنكم الوصول قبل إلى الجسر ووعورة الطريق استمنعكم من هذا وضغط دواست الوقود أكثر على رغم أن السيارة تنطلق بأكثر سرعتها بالفعل ولاح له الجسر من بعيد وفجأة القض عليه سير لانسلوت من المقعد الخلفي وأحاط عنقه بزراعه وهو يهتف انتهت اللعبة أيها المصري لانسلوت ربح كالمعتاد كانت مبادرة مباغتة بالفعل وكفيلة بإرباك أثر الرجال سباتا ولكن ليس أدهم صبري لقد استوعب أدهم الموقف في جزء من الثانية فتشبس بعجلة القيادة بيمناه وأدار يصرى خلف ظهره في سرعة ومهارة فأمسك عنق لانسلوت وجذبه في قوة قائلا قول صابق الأوانه أيها الوغد شعر لانسلوت وكأن كلابة فلازية أطبقت على عنقه وانتزعته من مقعده بقوة خرافية فطر جسده للأمام وارتطم رأسه بسجاج السيارة في عنف قبل أن يسقط في قاع السيارة وهو يصرخ في ألم غاضب لا لن تهزمني بهذه السهولة ومن سيارته رأى مفاتش الشرطة ما يحدث فهتف في حماس إنهما يتشجرا عظيم لقد استعدى النبي الوعيه هيا يا رجل هاجمه في قوة اضربه بقبضتك ولكن في نفس اللحظة التي نطق فيها هذا كانت قبلة أدهم تهاشم أنفي سر لانسلوت مع قوله الساخر هذا أيضا قول صابق الأوانه تلقى لانسلوت اللاكمة فترجع في عنف وارتطم رأسه بالزجاج المجاور له ثم ارتد مرة أخرى فاستقبلته اللاكمة ثانية من قبضة أدهم أعادته مرة أخرى إلى حالة فقدان الوعي وعندما اعتدل أدهم بعد أن أسقط خسمه كانت سياراته تندفع بكل قوتها وسرعتها نحو الجسر وكان الجسر ارتفع من منتصفه ولم يعود التوقف ممكنا بل ولم تعود النجاة نفسها ممكنا لقد صارت مستحيلة مستحيلة بحق هاتف المدير الموساد بالاسم في دهشة بالغة قبل أن يعقد حاجبيه في شدة ويسطرت في اهتمام هأنت واثق من هذا يا موشيه؟ أو موشيد إزرائيلي برأسه إيجابا وقال كل الثقة يا سيد الشواهد كلها تؤكد أن سونيا جرهام تعمل لحساب تلك المنظمة الجديدة المعروفة باسم سناك اللا متكن تحتل موقعا قياديا هما فيها مطل مدير شفتيه وهو يغمغم هي للخائنة الحقيرة ثم سأل في اهتمام أكثر وهل جمع التحريات كافية حول تلك المنظمة؟ أجبه موشيه لقد اتصلت بمؤيدنا في الكونجرس وأغرى رجال مكتبنا في نيويورك تحرياتهم الخاصة وتوصلوا إلى أن توني بورسالينو هذا مجرد مهاجر أوروبي عمل طويلا في بورسة الأوراق المالية وأفلس مرتين على الأقل ثم اختفى لعام أو عامين من عالم رجال المال والأعمال ليظهر فجأة منذ فترة ليست بالطويلة ويرأس مجلس إدارة شركة الإلكترونية الكبرى في نيويورك سأله المدير وكيف أمكانه ابتياع شركة ضخمة كهديه؟ هزم الشي رأسيه نفيا وقال هذا يبدو ظاهريا ولكن البحث الضقيق أكد أنه ليس مالك الشركة وإنما رئيس إدراتها في حزب بدأ اهتمام مشوق بالشك على وجه المدير وهو يقول ما الذي يعنيه هذا؟ المفروض أن مالك الشركة هو الذي يرأس مجلس إداراتها في المعتاد لو حموا شي بسبباته قائلا هذا الأمر يعني الكثير يا سيدي وربما يعني أننا قد أمسكنا طرف الخيط الذي يقودنا إلى قلب منظمة السناك الجديدة تراكع المدير في مقعده وقال ويعني أيضا أنه من الضروري أن نتحرك في سرعة قبل أن يصبخنا المصريون إليها إنه قد حاجبا مشي في شدة طور ذكر اسم المصريين وقال في شيء من الحدة وما شأن المصريين بهذا دفع إليه المدير عددا من التقارير الموضوع أمامه وهو يقول من الواضح أنك لم تتابع التقارير الواردة من أمريكا في الأونة الأخيرة هناك مصري أصب نصف نيويورك بالجنون منذ الصباح حتى الآن ونجح في الفرار واحده من إدارة الشرطة بعد أن نسف ثلثيها على الأقل ولا أحد يعلم أين هو الآن إزداد معقاد حاجبا مشي في شدة وهو يقول في مقت واضح أدهم الصبري تطلع إليه المدير لحظة في الصمت ثم قال من الواضح أنك تكن له بغدا شديدا بسبب ما فعله بك عندما ألقين القبض عليه هنا تألقت عين مشي في غضب ثم لم يلبس أنزابة وسط ملامح الجلدية الباردة وهو يقول أعتقد أن أفضل ما يمكن عمله هو أن أسافر فورا إلى أمريكا تأمله المدير لحظة أخرى ثم قال في حزم هذا صحيح ولكن تذكر دائما أنها ليست عملية ثائرية شخصية إنها مهمة عمل ومهمة بالغة الخطورة إنك تسعى خلف منظمة سناء وليس خلف أدهم صبري قال مشي في برود عجيب أعلم هذا ثم عادت عينات تألقان وهو يستطرد ولكن عندما تنتهي المهمة لن نعود أنا وأدهم صبري سالمين سيعود أحدنا على الأقل داخل صندوق بارد وصمت لحظة قبل أن يضيف أو كلانة وهدر حجرة المدير في برود مخيف برود قاتل ماذا تفعل لو أنك في موقف أدهم صبري الشرطة البريطانية تطاردك وغريمك اللدود فاقد الوعي على قيد سنتيمترات منك ويمكنه أن يستعيد وعيه في أي تلحظة وسيارتك تنطلق بأقصى سرعة نحو جسر قسم من ممتصفه تماما وراح كل من نصفيه يرتفع مبتعدا عن الآخر ربما تتحرك قدمك على النحو الغريزي وتضغط دواست الفرامل لتخفيف السرعة وتدير يدك عجلة القيادة في لافة لتفادي الاندفاع خلف الجسر هذا ما ستمليه عليك غريضة البقاء الكامنة في أعمى كل كائن حي في الوجود ولكن أدهم لم يفعل هذا لقد اعتدل فيه مقعد جيدا وقبض على عجلة القيادة بيد من فلاز وضغط دواست الوقود أكثر وكأنه يطالب السيارة بتجاوز سرعتها القصوى استجابة له وعبر الجسر عبره صاعدا بأقصى سرعته حتى بلغ النصف المرتفع منه وصرخ مفاتش الشرطة ماذا سيفعل هذا المجنون؟ إنه يقتل نفسه ولكن أدهم وسبب السيارة عبر نصف الجسر المفتوح واحتبست الأنفاس كلها في زهور المنبهر والسيارة تطير مسافة الخالية بين نصفية الجسر ثم تبدأ رحلة الهبوط نحو النصف الآخر للجسر وانتفت جسد المفتش عندما رأى السيارة تهبط في عنف وإطاراتها تطلق صريرا مخيفا مع انزلقيها البالغ الخطورة والذي كاد يعرضها للانقلاب لو لا سيطارة أدهم الخرافية على عجلة القيادة وفي زهول هاتف المفتش وصائقه يضغط فرامل سيارتي في قوة قبل أن تبلغ الجسر لقد فعلها هل تصدق هذا؟ لقد فعلها ولم يكاد يتم عبارته حتى انفجر الإطار الأمامي الأيصر لسيارة أدهم ودوان في جهاركا كومبلة مكتومة في المكان في نفس اللحظة التي ظهرت فيها سيارة الشرطة من الطريق المختصر وأمام أعين الجميع ظهرت سيارة أدهم حول نفسها في عنف وصرخت إطاراتها أعلى وأكثر ثم انقلبت على جانبها انقلبت وراحت تزحف طويلا قبل أن تستقر أرضا في منتصف الطريق تماما وإطارها العلويان يدوران في عنف وهدف رجال الشرطة في الفعال دعو الحارس يخفض الجسر إنها فرصة مثالية لقد أوقعنا ذلك الرجل أسرعه قبل أن يفر بدأ الحارس عملية خفض الجسر بالفعل في حيث دفع أدهم جسده خارج السيارة من النفذة العليا وجذب إليه جسد لانسلوت في قوة وهو يقول هيا أيها الوقد لقد خسرنا هذه الجولة بسبب رضائة إطارات السيارة ولو لم نسرع بالإبتعاد سنخسر المباراة كلها جسد لانسلوت الفاقد الوعي خارج السيارة المقلوبة وحمله على كتفه وهو يدير عينيه في المكان بحثا عن وسيلة لمواصلة الفرار في حين راح الجسر ينخفض أكثر وأكثر وسيارات الشرطة الثلاث تستعد لعبوره ومواصلة المطاردة ولم تكن هناك وسيلة مواصلات واحدة قريبة ولكن أدهم لم يتوقف لقد انحرف عن الطريق الممهل وانطلق بحمله وصد غابة كثيفة على جانب الطريق وراح يعد عبرها بأقصى سرعاته والتقى نصف الجسر وعاوذ رجال الشرطة المطاردة وبمجرد عبورهم الجسر حتف المفتش لقد رأيته يالك تلك الغابة قال أحد رجال الشرطة في قلق ولكن السيارات لن يمكنها ولوغ الغابة صاح به المفتش في غضب أوقف السيارات إذن وطاردوها على الأقدام أطعوه على الفور وأوقفوا سياراتهم وانطلق أربعة من رجال الشرطة البريطانيين على أقدامهم وهم يمسقون مسدساتهم لمطاردة أدهم عبر الدغل وقطع أدهم الطريق بأقصى سرعة سمحت بها قدماء مع الردود التي تملأ جسده من جراء انقلاب السيارة وجسد لانسلوت الذي يحمله ومن خلفه بدأ وقع أقدام رجال الشرطة واضحا كانوا يعدون خلفه بسرعة كبيرة حتى أنهم يقتربون منه بأسرع مما يبتعده عنهم وفور إدراكه لازل حقيقة توقف أدم عن الإبتعاد ووضع جسد لانسلوت إلى جوار إحدى الأشجار وهو يقول يبدو أنه لمفر من هذا أيها الوغد استنتظرني هنا حتى أنتهي من أمر المطاردين وأعود إليك قال هو تحرك في خفة مبتعدا عن المكان وفي هذا الوقت قال أحد رجال الشرطة لزملائه سلاسة المكان ضخم للغاية ويمكن لهذا الشيطان أن يختفي خلف أي شجرة هنا سأله زميله فما الذي يمكن أن نفعله توقف الشرطي ليقول أفضل ما يمكننا فعله هو أن ننقسم إلى فريقين ويتحرى كل فريق منا في اتجاه وقاطعه فجأة صوت الساخر يقول لا داعي لهذا استدار رجال الشرطة الأربعة في دهشة وفزع وبدأ لهم المكان كله خاليا فهدف أحدهم ومسدسه متحفز بين أصابعي من قال هذا؟ أجبه زميلي في توطر إنه ليس شبحا بالتأكيد على الرغم أن المنطقة خالية وأتاهم ذلك الصوت مرة أخرى قائلا بنفس اللهجة الساخرة أنت واثق من هذا؟ وفي هذه المرة مياز الأربعة موضع الصوت ورفع رؤوسهم إلى أعلى ومن قد عليهم أذهب من فوق شجرة قريبة وفي تقريرهم الرسمية الذي قدموه فيما بعد في دائرة الشرطة لم يستطع أحدهم وصف ما حدث بعد هذه الانقضادة بالتفصيل الأمر الوحيد الذي اتفقوا عليه هو أنهم رأوا أدهم ينقض عليهم ثم شعروا بمطارك فلاذية تهوي على فقوقهم وأنوفهم وتغوص في أمعائهم وأن قوة عجيبة انتزعت مسدساتهم وألقتها بعيدا قبل أن يلقيهم خلفها فاقد الوعي واحد منهم فقط قال إنه حاول أن يطلق النار ولكن أدهم وثب نحوه ودار حول نفسه على نحو المبهر بالغ الخفة ورشاقة وأطاح بمسدسه برقلة متقنة قوية قبل أن يهوي على معدته بلا كمكا القنبلة أعقبها بأخرى كالصاعقة في أنفه مباشرة أما أدهم نفسه فقد أنهى القتال في لحظة واحدة تقريبا ثم اعتدل قائلا تقبلوا أسفي أيها السادة لقد اضطررت لقتالكم على الرغم أننا نعمل في الواقع في الفريق نفسه فكل منا يسعى خلف العدل والحقيقة ولكن من العسير عليكم أن تتفاهموا موقفي ومن المستحيل أن أشرح لكم وقلب كافيه مستطردا في أسف إنها الحياة لم يكاد يتم عبارته حتى تناهت إلى مسامعه صرخت امرأة مضعورة ممتازجة بصهيل جواد في هتف ما هذا بالضبط وعاد أدراجها عدوا إلى حيث ترك لانسلوت وانعقد حاجبا في شدة عندما لم يجده في موضعه وغمغم لقد استعاد الوغد وعيه قالها ووصل طريقه بسرعة إلى مصدر الصوت وفي طريق تراب ضيق رأى سيدة إنجليزية أنيقة تمتطي جوادا أسود وإلى جوارها أخرى ملقاها أرضا تصرخ في غضب ذلك الحقير سرق جوادي وهرب به والتفتت إلى أدهم قائلة الحق به أيها السيد أوقفه تطلع أدهم في اهتمام إلى جواد لانسلوت الذي يعد به راكبه مبتعدا وقال وهو يتاجه بسرعة إلى الجواد الآخر على الرحب والسعة وارتفع حاجب المرأة الأخرى في دهشة بالغة عندما حملها على متن جوادها في خفة ويسر وهو يقول اسمحي لي يا سيدتي ثم شهقت مبهورة مع تلك الوسبة المدهشة التي اعتلى بها ظهر الجواد وجذب عناني هاتفا هيا أيها الجواد الأصيل الحق به أطلق الجواد صهيلا رائعا وكأنما يعلن خضوع لفارسه وثقاته المطلقة في قيادته ثم انطلق خلف جواد لانسلوت والمرأة تهتف بأنفاس لاهثة إنه فارس حقيقي فارس رائع قالت الأخرى وهي تنهض مبهورة ووسي أما أدهم نفسه فرح يحص جواده على الإسراع خلف جواد لانسلوت وهو يقول له هيا يا صديقي دعنا نلحق بذلك المغرور ونثبت له أن العرب هم أعظم الفرسان في كل زمان ومكان هيا ولكن جواد لانسلوت كان قويا بحق كما كان هذا الأخير شديد الانفعال والغضب يهتف في شماته لن تلحق بي أبدا أيها المصري أنت لا تعرف لانسلوت أنا أفضل فارس في انجلترا كلها انطلقا يطاردان بعضهم البعض في إسرار حتى بلغ الطريق الرئيسي فهاتف لانسلوت وهو يندفع إليه ها هو دا أخيرا دقائق أجد عشرات من رجال الشرطة لحماياتي أيها العربي لقد خسرت هذا الصباق خسرته تماما وجذب عنان جواده وهو يلكز في معدته بقوة فوثب الجواد إلى الطريق ثم تجاوزه بوثبة أخرى أنيقة إلى الجانب الآخر حيث سهل ممتد ينتهي بأطراف المدينة ومن خلفه هدف أدهم بجواده لا تسمح له بهذا أيها الصديق تعاون معي جيدا فأنا أدهم وأنت أدهم وهذا يجعلنا صديقين أليس كذلك؟ انطلق الجواد مطيعا نحو الطريق الممهد وعين أدهم تتابعان لانسلوت الذي يقطع السهل بجواده وهو ينهب الأرض نهبا ولكذا أدهم جواده لحبور الطريق واندفع الجواد نحو الطريق وفجأة ظهرت تلك السيارة البورشي المسرعة وهي تقطع طريق السهم وأطلق جواد أدهم صهلا عاليا وكأنه يسأل صاحبه المشورة ولكن لم يكن التوقف في الوقت المناسب ممكن لم يكن كذلك أبدا رجل وطائرة سحل رجل المخابرات البريطاني ريتشارد أكسل في خفو لينبه رئيسي الذي انهمك في مراجعة عدد من التقارير الدورية فرفع رئيس عينيه عن التقارير وتطلع على أكسل لحظة قبل أن يعتدل قائلا لقد طلبت مقابلتي يا ريتشارد تنحمح أكسل وقال في هدوء لقد طلقينا إشارة استغاثة من مور الخادم والحارس الخاص للسير لانسلوت وهو يقول إن جاسوسا اختطف سيده ويطالبنا بتدخل لإنقاذه مطى رئيسي شفتيه وقال ولماذا لم يتصل بالشرطة هزأ أكسل كتفيه وقال من المؤكد أنه وجد الاتصال بنا أكثر فائدة عاد رئيسه يموت شفتيه وينهمك في التفكير لحظة ثم قال ولكن لانسلوت لم يعد يعمل معنا قال أكسل في هدوء ولكن لديه من أسيرنا ما يجعله شخصا شديد الأهمية ويستحق عملية إنقاذ كبرى من الفئة ألف أومى الرئيس برأسه موافقا وقال هذا صحيح خذ هذه العملية يا ريتشارد وحاول أن تنهيها بسرعة وعلى نحو النظيف حتى لا نضطر لتبرير موقفنا في البرلمان سأله أكسل هل أستعين بطائرة هلوكوبتر؟ أجبه في حسن؟ بالتأكيد ولكن احرص على ألة تتلفها إنها عودة حكومية لا تنسها زقط سأله أكسل في اهتمام وماذا عن الجسوس الذي اختطف العنسلوت هز الرئيس كتفيه وقال دعنا نكتفي بإنقاذ رجلنا السابق لني أقرح كتابة التقارير ومراجعة محضر التحقيقاء من أجل عملية جسوسية محدودة ارتسامت على شفتي أكسل ابتسامة جازلة وهو يقول هل تعني أن قاطعه رئيسي وهو يلوح بيدي قائلا في دجر؟ نعم يا ريتشارد هذا ما أعني انقذ لانسلوت وتخلص من ذلك الجسوس على الفور هل تحتاج إلى توضيح أكثر؟ ارتسامت أكسل وهو يقول كلا يا سيدي هذا يكفين وغادر الحجرة وهو يحمل أمرا صريحا بالقتل قتل أدهم صبري لمح لانسلوت بطرف عينيه تلك السيارة البورش وهي تعبر الطريق بسرعة وأدرك من النظر الأولى وبحسابات عقلية سريعة اعتدها ويجيدها كل من عمل في أي جهاز مخابرات في العالم أنها ستعوق طريق جواد أدهم ربما صدمته في مسارها وأطاحت به وبركبه في لحظة واحدة وبالمزيج من الشغف والشمات واللهفة جذب لانسلوت عنان جواده وأوقفه واستضار به حتى لا يفوت المشهد الرهيب وفي داخل البرش نفسها لمح قائدها الجواد وأدرك أنه سيرتطم به لمحالة فصرخ فيها لع رباه سنرتطم به وأطلقت زوجاته صرخة زعر وهي تخفي وجهها بكافيها في حين بركت عين لانسلوت في شدة وانطلقت في أعماقه ضحك ساخرة شامتة وتوقفت الضحكة بغطى توقفت لتتحول إلى صرخة أشبه بالقنبلة انفجرت في عقله وحده مع رؤيته لما فعله أدهم في اللحظة التالية وكان المشهد مبهرا بحق فبدلا من أن يجذب أدهم عنان جواده ويحاول إيقافه قبل أن تبلغ البرش المسرعة لكز الجواد بقدمه في بطنه وهو يدفعه على نحو فني مدروس هاتفا هيا افعلها يا صديقي واستجابة لتوجيهات فارسة وبطاعة من قطعة النظير رفع الجواد قائمتيه الأماميتين ووثب وثب رائعة لعبر السيارة البرش في نفس لحظة التقائهما واتسعت عيون الجميع في البهار قائد البرش ومزارع عجوز ولانسلوت نفسه ولكن الأخير وحده نجح في انتزاع نفسه من دهشته البالغة بسرعة خرافية وجذبه عنان جواده مرة أخرى وهو يهتف هل لعنة لقد نجا إلا أن ذلك الانتظار كلفه الكثير والكثير جدا لقد وثب أدهم بجواده فوق البرش ووصل الانطلاق به بأقصى سرعة لمطردت لانسلوت الذي أضع تلك اللحظات الثمينة بما سمح الأدهم باللحق به وهو يهتف ساخرا هنحن أولاء قد التقينا مرة أخرى يا عزيزي لانسلوت رحى لانسلوت يلكز جواده في قوة عصبية في محاولة للفرر من أدهم إلا أن هذا الأخير تخلى عن جواده وسب وسبة رائعة مدهشة ليحيط وسط لانسلوت بزراعيه ويسقطه معه عن جواده مستطردا لماذا العجلة يا صديقي دعنا نتسامر أولا سقط لإثنين أرضا في عنف وتضحرج بعض الوقت ثم هب لانسلوت واقفا وهو يصرح لو أنك تتصور أنك ستقاتل غرا سازجا فأنت واهم أنا رجل مخابرات سابق وسبق أدم في رشاقة ورقله في أنفه مباشرة وهو يقول يلا المصادفة وأنا رجل مخابرات حالي تراجع لانسلوت مع الدربة ودمعت عيناه من أثرها فعجز عن الرؤية لحظة عجله أدم خلالها بلاكمة كالقنبلة في فكه وهو يقول وهناك فارق كبير بين الحالتين يا رجل ثم أعقب لكمته بأخرى كالصاعقة أسقطت لانسلوت فاقد الوعي للمرة الثالثة فانحن أدم يحمله مستطردا والفارق هو أن المراني المستمر أمر حتمي للانتصار في عالمنا هذا كان الجواد كالتوقف فوروث بأدهم عن متنه فاتجه إليه هذا الأخير وألقى جسد لانسلوت على ظهره واتجه به فيه دوء إلى فجوة ضخمة عميقة وسط السهل الممتد أمامه تطل عليها شجرة قوية وراح يربط جسد لانسلوت من قدميه في غصن الشجر القوي بحيث يتدل رأسه داخل الحفرة العميقة ولم يكد ينتهي حتى تأوها لانسلوت وقال يلا الشيطان ماذا حدث؟ أشعر باحتقان في وجهي أجبه أدهم في سخرية؟ ربما لأنك تنظر للعالم من زاوية عسيرة بعض الشيء أيها الوغد انتبه لانسلوت فجأة إلى وضعه هذا فهتف مالذي؟ مالذي فعلته به بالضبط؟ قال أدهم في برود خطأ يا صديقي سلني مالذي أنوي فعله بك بالضبط؟ فالواقع أنني رجل قليل الصبر يرق لي أحيانا أن أنهي عملياتي بشكل سريع وأنير ولقد سئمت لعبة القط والفأر هذه ورأيت أن نحسم الأمور بشكل لا يقبل الجدل هذه المرة وانحنا نحو الفجوة مستردا في سرامة فإما أن تخبرني من هي جوان هذه وكيف يمكنني العثور عليها أو أقطع الحبل الذي يربطك إلى الشجرة وأترك جسدك يهوي داخل تلك الفجوة بكل ما تحويه من نتوءات حد قاتلة شعر العنسلوت بخوف حقيقي وهو يتطلع إلى تلك البرودات الرهيبة في قاع الفجوة ولكنه حاول كتمان خوفه وهو يقول إنك لن تفعل هذا هذا أدهم كتفيه وقال في برود مخيف لما لا تختبر هذا بنفسك ثم مال نحوه مستردا بنفس السرامة لا تخضع نفسك أيها الوغد أنت تعلم أنك إلينا محترف وفي عالمنا ليس من حقك التنازل عن النصر لأنك مرهف الحس بالنسبة لي لست سوى وسيلة للحصول على معلومات جيدة ومفيدة فإما أن أحصل عليها منك أو أقتلك بلا تردد أليس هذا بالضبط ما ستفعله أنت لو كنت مكاني؟ وكانت هذه العبارة الأخيرة هي بالتحديد الوطر الذي يعزف عليه أدهم إنه يعلم جيدا أن لانسلوت ما كان لي تردد في قتله بلا رحمة لو تبادل الأدوار وأن طبيعاته هذه تمنعه حتما من إدراك أن أدهم يختلف عنه تماما في هذه النقطة بالذات وهذا ما سيملأ نفسه بالخوف والرهبة وفي حزم صارم أعدد لأدهم في وقفته وقال من هي جوان هذه؟ وإن تقيم؟ صاح لانسلوت في عصبية؟ اذهب إلى الجحيم إنك لن تحصل مني على حرف واحد ابتسم أدهم في سخرية وقال ليس في نياتي الذهاب إلى الجحيم الآن ولا في أي وقت آخر يا هذا ثم حل طرف الحبل من الشجرة بجذبة قوية وهو يستطرد ولكنني سأرسلك إليه على الفور انطلقت من حلق لانسلوت صرخة رعبة هائلة وجسديه يهوي داخل الفجوة نحو الأطراف الحد القاتلة في قاعها لا لا ولكن فجأة قبضت أصابع من فلاز على قدميه ومنعت سقوطه في اللحظة الأخيرة مع صوت أدهم الصارم المخيف وهو يقول هل راقت لك التقربة؟ كان جسد لانسلوت يرتكف في شدة وكل الدماء احتقنت في وجهه بعد أن رأى الموت بعينيه منذ ثانية واحدة فهاتف دون تفكير ما الذي تريد معرفته؟ قال أدهم بلهجات الصارمة القاسية التي تجمد الدماء في العروق من هي جوان؟ وأين يمكن العثور عليها؟ قال لانسلوت بسرعة وهو يلهز في شدة اسمها جوان أرثر سيد أعمال أمريكية ومليونورة مجتمع وتقيم في قصر منيف في ضواح نيويورك وهي فاتنة وباهرة الحسن والجمال سأله أدهم وما علاقتها منظمة سناك أجابه لانسلوت في مرارة إنها الزعيمة تفجر الجواب في أذنية أدهم واندلعت نيرانه في عقله وقلبه في آن واحد إذن فسونيا جرهام هي الزعيمة هي رأس سناك يا لها من أفعى حقيقية أفعى تحتضن ابنه وتنشؤه معها في عالم قذر من الدسائس والمؤامرات والخيانة والخداع في مستنقع بشر رهيب وفي رعب صاحة لانسلوت منتزعا أدهم من أفكاره لقد أخبرتك بكل ما لدي أقسم لك لا تتركني هكذا هيا طلع إليه أدهم لحظة ثم دفعه في قوة إلى حفة الفجوة وألقاها فوق العشب الأخضر المحيط بها وهو يقول في صرامة فليكن أنت بعيد عن الموت مؤقتا ولكن حديثان لم ينتهي بعد تطلع لانسلوت إلى السماء وبدأ شائم الارتياح في لهاثه وهو يغمغم كلا أظنه قد انتهى عمليا ومع آخر حروف كلماته التقدت أذنه أدهم أزيزي الهليكوبتر التي تقترب في سرعة واستدارة تطلع إليها مع قد الحاجبين في حين أطلق لانسلوت ضحكة عصبية لاهزة وهو يقول لقد حضر الرفاق في الموعد المناسب وفي الهليكوبتر خفض أكسل من زاره المقرب عن عينيه وقال للطيار ها هو ماذا لانسلوت والجاسوس قال الطيار في هدوء من اعتاد مثل هذه المطاردات عظيم لقد أفادتنا التقارير في العثور عليهم بسرعة والآن ليس أمامنا سوى تنفيذ الخطة سننقذ لانسلوت ثم نقتل الجاسوس وقاطعه أكسل بابتسامة خبيثة لانسلوت سيبقى طويلة يا صديقي الاسلوب الأمثل هو أن نعكس الترتيب نقتل الجاسوس أولا ثم نستعد رفيقنا السابق ابتسم الطيار بدوره وقال فليكن هذا أكثر حكمة قالها وهو ينخفض بالهيلوكوبتر وينقض بها على أدهم الذي تعرف طراز الهيلوكوبتر من النظر الأولى وأدرك أنها مزودة بمدفعين أليين فأمسك لانسلوت من ياقته وجذبه في قوة ليكبره على الوقوف وانتزع مسدسا من جيبه ألسق فواتي بصدغ لانسلوت ولكن هذا الأخير أطلق ضحك عصبية وقال لو أنك تتصور أن هذا سيقفهم فأنت مخطئ يا رجل أنا أعلم من هؤلاء إنهم ليسوا من رجال الشرطة كما قد تتصور بل هم زملاء السابقون في المكتب الخامس فتعليماتي لمور أن يتصل بهم فور تعرضي للخطر وهم يهرعون إلى هنا ليس لإنقاذ حياتي ولكن لمنعك من الحصول على ما لدي من أسرار ونظرا لأنني عضو مخابرات سابق ولم تعد لي فائدة حاليا فتهديدك بقتل لن يقفهم وأنما سيدفعهم إلى قتلنا معا لأن هذا أكثر ضمانا لعدم تصرب الأسرار قالها وعد يطلق ضحك عصبية شامتة وطيار الهيليكوبتر يسأل أكسل إنه يهدد لانسلوت ماذا سنفعل؟ هزأ أكسل كتفيه في لا مبالاة وقال اطلق بدر رصاصات للتحذير وبعدها إما أن يترك لانسلوت فنقتله وحده أو يتشبس به فنرسلهم معا في طرد واحد للجحيم أطلق الطيار ضحك مريحة وكأنما قال أكسل دعابة طريفة ثم ضغط زر الإطلاق في عصى القيادة وانطلقت رصاصات انطلقت في شريط المتصل على مسافة نصف المتر من أدهم ولانسلوت فجفن الجوادان وأطلق صاهلا قويا امتزك بصرخة لانسلوت هل رأيت؟ وأدرك أدهم أن لانسلوت كان على حق وأن رفاقه لن يتردد في قتله دون رحمة مدى ما هذا يحفظ أسرارهم الذين يتصورون أنه اختطى فرجلهم السابق من أجلها فدفع الانسلوت بعيدا في عنف وانطلق يعد نحو الجواد الأسود بأقصى سرعة وفي الهيلوكوبتر مطأ أكسل شفتي في أسف وهو يقول يا للأسف لقد ترك الانسلوت غمغم الطيار ساخرا هي للخسارة ثم اندفع خلف أدهم مستطرزا في جزل ولكننا سنصفر بأحدهم على الأقل وأطلق رصاصات الهيلوكوبتر مرة ثانية وفي هذه المرة أصابت رصاصات الأرض خلف قدمي أدهم بسنتيمترات قليلة قبل أن يذهب على متن الجواد هاتفا هيا يا صديقي مهمتك شقة هذه المرة أطلق الجواد صهيلا عصبيا هذه المرة ولكنه أطع فارسه وانطلق بكل قوته نحو المدينة التي بدت أبعد من الواقع كثيرا ولنسلت يصرخ كالمجنون وهو يقاوم قيوده في شراسة اقتلوه اقتلوه يا رفاق وقال أكسل في سخرية ما الذي يفعله هذا السازل هل يتصور أنه سيصبق هليكوبتر كهذه بجواد عادي ثم لكز الطيار مستطرزا في مرح دعنا نثبت له أنه أحمق يا رجل اكتسم الطيار وقال عشرة جنيهات على أنني أستطيع إصابتي في منتصف ظهري مباشرة قال أكسل اجعلها أشين جنيها واطلق النار على منتصف رأسي هتف الطيار فليكن إنه أسهر رهان ربيحته في حياتي وانخفض بالهيلوكوبتر في مهارة ثم اندفع بمحازات الأرض نحو أدهم وقال ساخرا كل ودعا للحياة يا أيها الجسوس وأكدت له شاشتي أنه يصوب نحو منتصف رأس أدهم تماما فالتقط نفسا عميقا وكتم أنفاسه وضغط الزنات مضاق الدم أطلت نظرة حانية من عيني مربية وهي تتحسى الشعر الصغير في رقة فابتسم لها في سعادة ورح يضحك في مرح وهي تدعبه قبل أن تغمغم في أسا مسكين أنت يا صغيري روحك البريئة لا تجد من يشبعها فأمك تتجاهلك وتقضي معك أقل القليل من الوقت والتحدث معك دوما عن مقتها لوالدي ورغبتها في الانتقام منه وكأنما تلوز فطرتك الساوية بمضاق الدم الوحشي ثم ضمته إلى صدرها في حنان متابعة لماذا كان القدر قاسيا فمنحك أما كهذه وكيف اختارها والدك طلع عليها الصغير في حيرة ثم عاد يبتسم وكأنه يدعوها لمعاودة المدعبة ولكنها تنهدت في حزن وهي تتابع لو أن الأمر بيده لحملتك ورحلت عنه ولما تركتك بين يدي تلك المتوحشة قط إنها تسعى لتحويلك إلى وحش مفترس يبغض أباه ويمقطه ربما يسعى في المستقبل لقتله أو قاطع صوت قاسي يقول إذن فأنت تتجسسين علي انتفذت المربية في ارتيع واصدرت إلى السونية في زعر وهي تضم إليها الصغير في قوة جعلته يطلق صرخ الدهشة وألم والمربية تهتف السيدتي إنني قاطعتها السونية في صرامة هأنت خائنة قدرة ثم انتزعت منها الطفل في عنف هاتفها اتركي ولدي صرخ الصغير في فزع مع تلك الانتزاع القاسية وانفجر باكيا في قوة وهو يمد يديه الصغيرتين إلى مربيته وكان ما يستنجد بها ولكن سونية دفعته في غلزة إلى واحدة من خادمتها قائلة أعيديه إلى حجرته حملت الخادم الصغير إلى حجرته وهو يصرخ ويبكي في حين انتقع وجه المربي المسكين في شدة ويتقول سيدتي إنني أعتذر و قاطعتها سونية في صرامة قاسية لحساب من تعملي قالت المربي في ارتياع لحساب من؟ لحسابك أنت بالطبع يا ميسيس أرثر إنها قد حاجب سونية في شدة وهي تقول من لازي تعلمينه من أسراري شحب وجه المربي المسكين حتى صرأ أشبه بوجوه الموتة وهي تقول ماذا تقولين يا ميسيس أرثر إنني أجهل ما تتحدثين عنه لقد سمعتك بالمصادفة البحثة وأنت تتحدثين مع الصغير عن والدي ولم أتعمد قاطعتها سونية بالمصادفة البحثة جواب سخيفي صعب تصديقي وخاصة مع امرأة ميسلي لا تؤمن كثيرا بالمصادفات هدفت المربية في انهيار إنها الحقيقة يا ميسيس أرثر أقسم لك أومأت سونية برأسيها متفاهمة وقالت ربما كنت كذلك بالفعل ثم هزت كتفيها بصطر دفيلة مبالاة ولكن ما الدعي للمخاطرة هوى قال بالمربية بين قدميها وهي تقول ماذا تعنيني يا ميسيس أرثر ارتسمت على شفتي سونية ابتسامة مخيفة وهي تقول لا عليك يا عزيزتي لا تقلق نفسك بكل عبارة أنطقة ولكن أخبريني ألم تعلني سابقا أنك كنت بطلا من أبطال السباحة؟ قالت المربية في دهشة بالغة أبطال السباحة؟ مستحيل أن أقول هذا يا ميسيس أرثر فأنا لا أعرف السباحة قط تقلقت عين سونية وقالت عظيم وبحركة مباغتة سريعة دفعت المربية نحو حود السباحة فأطلقت هذه الأخيرة صرخ الضعر قبل أن تسقط في الحوت وتغوص في أعماقه لحظة ثم تبرز على السطح صارخة في الرعب النجدة يا ميسيس أرثر أنا لا أعرف السباحة سأغرق حتما ابتسمت سونية في سخرية وقالت حقا؟ كم سيحزن النهازة؟ وأشعلت سجارتها في هدوء ووقفت تراقب مربيت صغيرها التي تصرخ مستنجدة وتغوص وتطفو حتى انهارت مقاومتها وغسى جسدها للمرة الأخيرة في حوض السباحة فنفست سونية دخان سجارتها وقالت ساخرة هي للمسكينة واتجهت في هدوء عجيب إلى حجرة مكتبها المطلة على حوض السباحة والتقطت سماعة الهاتف وطلبت رقم دائرة الشرطة ولم تكت تسمع محدثها حتى هدفت بصوت متباكي فليب النجدة يا فليب لقد غرقت أنيتا نعم مربيت ابن الصغير يبدو أنها تعثرت وسقطت في حوض السباحة فلقيت حدفها غرقا إنه مشهد باشع أسرع يا فليب أسرع بالله عليك وأنهت المحادثة وهي تبتسم في السخرية مستطردة معزر يا عزيزتي أنيتا ولكن صدقيني لماذا المخاطرة كانت تسحب نفسا عميقا من سجارتها عندما اندفع إليها توني هاتفا سيدتي لقد عثرت عليه بركت عين السونية في شدة وتبخر من عقلها في لحظة واحدة كلما يخص أنيتا المسكينة ويتهدف هها ثرت عليه أجابها في انفعال نعم يا سيدتي لقد فقد وعيه في أحد الشوارع الجانبية وعثرت عليه واحدة من دوريات الشرطة وكان مصابا برصاصتين واحدة في ذراعه اليسرى والأخرى في فغزه اليمنى وبه أصار تصمم واضحة ولقد نقله الشرطيان على الفور إلى مستشفى بروكلين حيث تم عمل غسيل معدى له واستخرج لطباء رصاصتين وهو يركض الآن في الحجرة رقم 9 تحت حراسة مشددة من رجال الشرطة تمهيدا لاستجوابه ومحاكمته أطفقت سيجارتها في عصبية وهي تقول لن يجد وقتا لهذا سألها توني في لحفة بما تأمرين يا سيدتي دربت سطح مكتبها بقبضتها وهي تقول في حازم لابد أن يموت هذا الرجل ورفعت عينيها إلى توني مستطرد في حدة الليلة ابتسمت توني ابتسامة واسعة وكأنما راق له الأمر وقال سمعا وطعا يا سيدتي وغاضر القصر لتنفيذ الأمر في نفس اللحظة التي وصل فيها رجال الشرطة وكان من الواضح أنها ستكون ليلة طويلة طويلة للغاية عندما ضغط قائد الهيليكوبتر زر الإطلاق النيران في طرف عصى القيادة كان واثقا تمام الثقة من أنه كما احترف لن يخطئ أبدا إصابة الهدف خاصة وهو يطير على هذا الارتفاع المنخفض بمحاذاة أدهم تقريبا وأجهزة التصويب الإلكترونية لديه تشير أن رأس الهدف في موضع التصويب تماما ولكن للقدر دوره وفي بعض الأحيان يروق للقدر أن يلعب دور البطولة في أي موقف يختاره على مصرح الحياة وهذا ما فعله ففي نفس اللحظة التي ضغط فيها الرجل زر الإطلاق كان أدهم يجذب عن انجواده جانبا وينحرف به عن مصاريه الطبيعي وتشط الرصاصة وفي مزيج من السخرية والشماتة قال أكسل أخطاط الهدف عقد الطيار حاجبيه وقال في حدة لقد رأيت بنفسك كيف تحرك في اللحظة الأخيرة وبترى عبارات بغتة والتسعة عينا في شدة وهو يهتف ما الذي يفعله بالضبط كان أدهم قد استضار نصف دورة كاملة بجواده وانطلق به في آخر اتجاه يمكن أن يخطر لهم نحو الهليكوبتر مباشرة وفي دهشة بالغة هدف الطيار نهو يهاجمنا قال أكسل بزهول لا يخلو من نبره مستنكرة بجواد ثم استدرك في السرعة أطلق النار يا رجل اسحكوا صحقا ولكن الطيار جذب عصى القيادة بحركة غريزية عندما رأى أدهم ينطلق نحو على مسافة مترين تقريبا فارتفعت الهليكوبتر بحركة حادة وأكسل يصرخ قلت لك اطلق النار تجاهل الطيار هذا الأمر تماما وهو يرتفع بالهليكوبتر أكثر وأكثر وكأنما يفر من شبح مخيف لم يكن يدري لماذا تفجر الفزع في أعماقه على هذا النحو المباغد بعد أن ظل يصخر من الأمر كله طوال الوقت ولكن شيئا ما في أعماقه أنبأه بأن هذا الرجل الذي يندفع بجواده نحو طائرة هليكوبتر مقاتلة وكل هذه الجرأة هو حتما رجل غير عادي رجل من طراز خاص ومخيف وعلى الرغم من ارتفاع الهليكوبتر صحق أدهم بجواده وهو يدعوه للقفز هيا يا صديقي ارتفع إلى أقصى ما يمكن وثب الجواد الأسود القوي وثب كما لم يفعل من قبل وكأنما يطيع أوامر فارسة الذي يختلف عن كل من امتطوه من قبل وأضاف أدهم وثب أخرى عندما دفع جسده إلى أعلى متخليا عن الجواد متشبثا بالقائم السفلي للهليكوبتر وفي فزع شديد صرخ الطيار لقد أمسك بنا هتف أكسل مجدوها أمسك بنا في هذا الارتفاع هل جون انت يا رجل أدهاش هو أن أخذ الطيار يتجف على نحو عجيب وهو يردد أمسك بنا لقد شعرت به إنعقد حاجب أكسل في شدة ثم انتزع مسدسه وصوابه إلى أرضية الهليكوبتر وراح يطلق النار في عصبية فصحبه الطيار ماذا تفعل بالله عليك صح أكسل أقتله لو أنه تعلق بالهليكوبتر شحب وجه الطيار في شدة وهو يقول إنه هنا اهتدل أكسل في حركة حادة وحضق في أدهم بزهول وهو يثب داخل الهليكوبتر قائلا في سخرية معزرة هل أزعب يقوم وجودي أدار أكسل فواهة مسدسه نحو أدهم في سرعة مدهشة تناسب محترفا مثله ولكنه فجأ بضربة سريعة من كف أدهم تتجاوز داع في سرعاته على الأقل تطيح بمسدسه ثم شعر بلك مكال كومبلا تنفجر في فكه مع صوت أدهم الساخر وهو يقول خطأ يا رجل ألم تنبهك أمك لخطورة العبس في الألعاب النارية؟ دار رأس أكسل في شدة في حين رح جسد الطيار يرتجف وهو يقول متضرعا سأطيع كل أمريك قال أدهم في هدوء دعنا نختبر هذا هيا اهبط إلى ارتفاع متر واحد أطعه الطيار على الفور فانحان أدهم يلتقط مسدس أكسل وصابه إلى هذا الأخير وهو يبتسم في هدوء قائلا اقفز أيها الزميل قال أكسل في غضب إنها ليست نهاية المطاف سنلتقي مرة ثانية حتما دفعه أدهم قائلا سيسعدني هذا كفز أكسل خارج الهليكوبتر للتدور حول نفسها على ارتفاع متر واحد من الأرض فالتفت أدهم للطيار وقال حان دورك يا صديق حل الطيار حزام مقعده على الفور وهو يقول ولكن من السهل تعاقب طائرة الهليكوبتر في سماء لندن لن يمكنك أن تذهب بعيدا قال أدهم في هدوء أشكرك على النصيحة والآن اقفز وسب الطيار خارج الهليكوبتر فاحتل أدهم مقعده في سرعة ولوح بيديه قائلا إلى اللقاء أيها الزملاء أتمنى لكم حظا أفضل في المرات القادمة وختم عبارته بدحكة ساخرة عالية وهو يرتفع بالهليكوبتر وينطلب بها نحو المدينة فصاح أكسل غاضبا سأحصر عليه ولو كان هذا آخر ما أفعله في حياتي كلها أتاه على مقربة صوت لانسلوت يقول في عصبية من الأفضل أن تفعل وإلا خسرنا الكثير التفت أكسل إلى لانسلوت الاستخلص بالكاد من كيوده وهو يستطرت في حنق هذا الرجل يعرف الكثير الآن ووجوده على قيد الحياة يمثل لنا خطورة شديدة قال أكسل في حدة ولماذا أخبرته بهذا الكثير يا لانسلوت أقد لانسلوت حاجبيه وقال لقد حقنني بمصد الحقيقة هتف أكسل حقا لماذا لا تبدو عليك عراضه إذن صاح به لانسلوت أتظنني كاذبا يا أكسل صرخ أكسل في وكه غاضبا بل أظنك لم تعد صلبا كالآمل خوال يا سير لانسلوت صحة لانسلوت وأنت لم تعد مهذبا يا ريتشارد كاد يشتمي كان في مشاجرة كلامية طويلة لو لأن استوقفهم الطيار قائلا في عصبية مع الزرعيه السيدان ولكن هل ستكتفيا بالمشاجرة وتتركان هذا الجاسوس يا فر؟ انتبه إلى سخافة ما يفعلانه وتطلع كل منهما للآخر لحظة ثم انتزع أكسل من سيابه جهز اتصال صغير وقال عبره من 607 إلى القيادة الهدف نجح في الفرار وسرق النسل الصغير وهو يحمل الآن الكثير من الخلايا الرمضية كانت شفرة بسيطة تشرح الموقف كله في كلمات مجازة أجاب عليها رئيس أكسل قائلا هذا يعني أن العملية أصبحت أكثر خطورة قال أكسل لهذا أطلب تطوير العملية ووضعها في الخانة ألف مع علامتي زائد سمت رئيسه لحظة ثم قال هذا يعني أنها عملية من الدرجة الأولى أجابه أكسل في حازم هذا ما أقصده سمت رئيسه لحظة أخرى ثم أجاب فليكن يا ريتشارد سأطلق صفارة الإنذار القبرى ولننطلق جميعا في أعقاب الجاسوس وعند إز ابتسم لانسلت في الزفر إز كان هذا يعني أن علاء أدهم أن يواجه أكبر وأضخم وأقوى جزء الأمن في إنجلترا مجتمعة وربما يعني هذا أنه سيواجه إنجلترا كلها وبلا هواد الوحوش انتفض جسد مونة انتفاضة مباغتة وهي تستعيد وعيها دفعة واحدة بعد فترة طويلة من الغوص في غيبوبة عميقة ومع انتفاضتها فتحت عينيها عن آخرهما وحدقت في المكان المحيط بها في دهشة كبيرة كانت داخل ما يشبه مخزانا قديما للغلال تفوح فيه رائحة القمح الطازق وأتربة الحقول المسمدة وأمامها يجلس رجل ضخم الجسة استقبلها بابتسامة صفراء بغيدة كشفت عن أسنانه القذرة غير المنتظمة وكانت مقيدة إلى مقعد معدني ثقيل وسط المغزن تماما وخلفها أصوات رجال يتحدثون أشار إليهم صاحب الأسنان القذرة قائلا لقد استيقظت سمعت وقع أقدام ثقيلة تقترب منها ثم برز أمامها أنتونيو لويجي صاحب ذلك المطعم الصغير الذي يتلقى المعلومات الواردة للمنظمة وتطلع إليها لحظة في صمت ثم قال كنت أظنك أخصر قوة ولكنك استغرقت ستساعات كاملة للخروج من غيبوباتك اصدرت لعابيها للسيطرة على أعصابيها وقالت في سخرية ربما كنت أخشى الاستيقاظ حتى لا أرى وجوهكم البغيدة لم يبدو عليه أدنى اهتمام بعبارتها وهو يشعل سجارته ويقول لعلك تتساءلين لماذا لم نقتلك على الفور قالت متهكمة هذا السؤال لم يدر بخلدي قد تابع وكأنه لم يسمعها الحقيقة أنك أثرت اهتمامي بشدة بتلك المهارة التي تمتعين بها وخبراتك الواضحة في أساليب الخدع والقطاع حتى أنني سألت نفسي إلى أي جهة تنتمين بالتحديد قالت ساخرة مادمت أهتم بك فأنا أنتمي حتما إلى جمعية الرفق بالحيوان تجاهلت عليقها مرة أخرى واستطرت الشيء الوحيد المؤكد هو أنك تلقيت تدريبات عالية المستوى يفوق ما يمكن أن تتلقى فاتها عادية من فتاة الشرطة كما أنك مصرية وهذا يعني أنك تمتعين على الأرجح لجهاز أمني دولي ثم ما لنحوها مستطرزا كالمخابرات المصرية مثلا قالت ابتسامة ساخرة هل ألهب كافي بالتصفيق أم ألحس مبهورة هز رأسيه نفيا وقال لا هذا ولا ذاك رفعت حاجبيها بدهشة مصطنعة وهتفت عظيم تقدم لا بأس به إنك لم تتجاهل قولي هذه المرة رمكها بنظر الصارمة الصامتة فتابعت ساخرة هذا يبشر بالخير ربما أمكنك ترديد اسمي في المرة القادمة فتصبح أكثر شبها بالحيوانات المدربة قال مساعده تينو مارشيلو في برود دعا تصخر ما شاء لها أيها الزعيم فستبكي وتصرخ طويلا عندما يصل مورتي فقالت مونة ومن مورتي هذا؟ واحد قرن آخر؟ أجبها لويجي في هدوء ألض مورتي لا إنه ليس واحد قرن آخر بل هو أستاذ في فن انتزاع المعلومات وخابير في مهنته إلى الحد الذي جعلهم يقولون عنه إنه قادر على إكبار التماثيل الأسرية على الإفصاح عن تاريخها كله أطلقت ضحكة ساخرة وقالت لدينا في مصر دعا بشبيها بهذا ما لليويجي نحوها مرة أخرى وقال والآن يا عزيزتي ماذا تفضلين؟ هل تبلغينني كل ما لديك الآن؟ أم نترك عملية انتزاع المعلومات هذه لصديقنا الرقيق مورتي؟ سألتهم هنا قل لي أهوى وسيم مورتي هذا؟ فجأة هاوى لويجي على وجهها بصفعة قوية أعقبها بأخرى أكثر قوة قبل أن يصرخ في وجهها لقد سئمت هذا إنك تسخرين طوال الوقت لإخفاء الخوف والرعب اللازين انبعث في أعماقه وهذا أسلوب معروف ولكنني أمقته كثيرا اهتدلت موناء وتركت خيط دم رفيع يسيل من طرف شفتيها وهي تقول هي لك من رجل عصري مهزب هل تشعر بالقوة والثقة عندما تضرب امرأة؟ أعقد حاجبيه لحظات ثم قال أنا أيضا أجيد بعض الأشياء وسمت لحظة قبل أن يستطر وربما استعرضتها معك إذا ما فشلت مفاوضاتنا سألته أي مفاوضات؟ جتب مقعدا وجلس أمامها مباشرة وهو يجيب محاولات إقناعك بالاعتراف بكل ما لديك إنه أمر بسيط للغاية وأن يجشمك مشاق التعامل مع مورتي الجزار هذا ما نطلقه عليه ثم إننا سنتعاون في هذا الشأن أنت تتحدثين وأنا أستمع ومارشيلو يسجل اعترافاتك هل رأيتي؟ لن نضع المهمة كلها على عطيكك قالت في السخرية يالا شعوركم المرهف تراجع في مقعده وهو يقول في صرامة لو أنك وصلت سخرياتك وعنادك فلن أنتظر وصول مورتي بل سأستعرض مواهبي على الفور قالت بسرعة إنني أعترف بها لك موهبة فزدة في إصارة شمئزاز وازدراء الآخرين انعقد حاجباه في شدة هذه المرة وهو يقول إذن فهذا يعني أنك ترفضين الأعتراف المباشر أطلقت ضحكة ساخرة أخرى وقالت سأكون أغبة امرأة في العالم لو اعترفت بهذه البساطة أنت وأنا ندرك ما يعنيه اعترافي فبمجرد حصولك على ما لدي تصبح حياتي عدم تقيمة ولن تجد سببا منطقيا للإبقاء عليها هزا كتف إيه وقال الموت السريع أفضل من الحياة مع عذاب مستمر قالت بسرعة سأحتمل العذاب متشفت إيه وقال وهذا ما تتصورينه ثم التفت إلى مارشيلو مستطردا أحضر الموقت بركت عين مارشيلو في جزل وهب من مقعاده قائلا سمع وطاع أيها الزعي بدأ القلق يتسلل إلى أعماقها ولويجي يقول قبل أن تتسألي عن مواهبي التي أتحدث عنها ينبغي أن تعلم أن الشيء الوحيد الذي أجيده في الدنيا كلها هو الطهي قالت لهذا افتتحت مطعاما قال في حماس تمام ثم ستردى في اهتمام بالغ وأفضل ما يمكن يطهيه هو أقراس الهامبورجر الأمريكي إنها الواجبة التي منحت مطعام شهراته ومال نحوها متابعا في حماس حقيقي هل تعلمين كيف تصنعين أفضل أقراس الهامبورجر طلعت إليه في صمت والقلق في أعماقها يتضاعف ويتضاعف وهي تتساءل عن ما يعنيه بحديث هذا وهو يقول دون أن ينتظر منها جوابا أو حتى تساؤلا حائرا في البداية نصنع الأقراس نفسها ولا تسأليني كيف فالسر كله يكمن في جودة الخلطة المستخدمة وهي سر الصنع ولا يمكنني أن أخبرك أي شيء عنه قالت متهكمة ولا حتى نوع الكلاب المستخدمة لم يبدو عليه حتى أنه سمعها وهو يتابع بشغف عجيب وبعد هذا نأتي بلوح من الصاج ونرش بقليل من الزيت ونقض النار تحته حتى يغلي الزيت تماما و صمت اللحظة ثم قال في تلزز نضع أقراس الهامبورجر صارت في جسديها قشعريرة عجيبة عندما بلغي هذه النقطة وتحولت هذه القشعريرة إلى ارتجافة خفية عندما عاد مارشيلو حاملا الموقض وهو يقول في جذل ها هو دا وضع لويجي الموقض أمامها وفوقه لوح الصاق ثم أشعله وراح يرش الزيت في مهارة فوق اللوح وهو يقول المهارة تكمن في وضع الأقراس لفترة مناسبة بحيث تصبح ناضقة تماما دون أن تحترق أطرافيها وفجأة انقض عليها الضخم صاحب الأسنان الصفراء وحل قيود معصميها ثم أمسك يديها في قوة وهو يطلق ضحقة مقيطة والويجي يستطرد في صرامة كما سنفعل بيدك الجميلتين شهقت على الرغم منها في زعر ولكنه استطرد في قصوة راقب الزيت جيدا يا فتاتي فما أن يبدأ في الغليان حتى نشه راحتيك حتى تفوح منهما رأحة الشواء الشهي استعدي كادت تصرخ في رعب وعينها تحضقان في الزيت والجميع من حولها يحملون ابتسامة واحدة مخيفة ابتسامة الوحوش امتقى وجه المفاتيس جونس في شدة وهو يتطلع إلى توني في استنقار عصبي وارتجفت أصابعه وهو يحاول إشعال سيجارته ونفس دخانيها في توطر باله وهو يقول مستر بورسالينو ما هذا اللي ستطلبه مني هذه المرة أجبه توني في هدوء إنه لا يختلف كثيرا عن ما أطلبه منك في كل مرة يا عزيزي جونس مع فارق واحد وهو أنك ستحصل على مكافأة مضاعفة هذه المرة هتف جونس في عصبية؟ هل تمزح؟ ألا تدرك خطرة الموقف؟ إنك تطالبني بالذهاب إلى المستشفى ودخل حجرة ذلك الشاب متجاوزا تقم الحراسة وقتله ثم الخرق بكل هدوء ألا تظن أنني أول من ستتاجه إليه أصابع الاتهام في هذه الحالة؟ هزى توني كتفيه وقال في برود ولماذا تنتجه إليك؟ صرخ جونس لماذا؟ يا له من سؤال ثم خفض صوتيه بسرعة مستردا في انفعاء سأكون آخر من رأها حيا يا رجل ألا تفهم هذا؟ ابتسمنا توني وقال لا تجعل هذا يقلقك لقد أعددنا الأمر بكل دقة إنك ستذهب لرؤية هذا الشاب بصفتك أحد رجال الشرطة الذين قتلوه مباشرة وعندما تصبح وحدك في حجرته ستحقنه في أوردته مباشرة بكمية من الهواء تكفي لقتل فيه وفي هذه الحالة يكون سبب الوفاة الطبي هو سكت قلبي مبغيته من سأشك في أنه مفتعل مع كل إصاباته هذه؟ ارتجف جونس وهو ينافس سجارته قائلا وماذا لو رأني أحدهم؟ قال توني في هدوء ومن يراك في حجرة مغلقة ما لجونس نحوه وقال في عصبية لو أن الأمر بهذه البساطة فلما لا تقتله أنت؟ عقد توني حاجبيه وقال لقد حاولت نظر إليه جونس في دهشة فتابع بسرعة لكنني وجدت حراسة مشددة على حجرته وقلت لنفسي جونس وحده يمكنه تجاوز نطاق الحراسة هذا لأنه رجل شرطة تراجع جونس ورح ينفس دخان سجارته لحظات في عصبية ثم سأل في توطر وكم المكافأة هذه المرة؟ أشار توني بأصابع يده كلها وهو يبتسم قائلا خمسة آلاف دولار تطلع إليه جونس لحظة وقال إنها لا تكفي عقد توني حاجبيه في شدة وهو يقول لقد أصبحت جاشعا في الأونة الأخيرة يا جونس قال جونس في عصبية إنني أخاطر باستقبلي كل هذه المرة تطلع إليه توني طويلا في صمت ثم قال حسنا كم تطلب؟ أجابه بسرعة وكأنما أعد الجواب مسبقا عشرة آلاف دولار ازددنا قاد حاجبي توني في شدة وقال كان ينبغي أن أرفض هذا المبلغ المبالغ يا جونس ولكن من حسن حظك أننا نولي هذه العملية أهمية بالغة فليكن ستحصل على ما طلبت تألقت عين جونس في الظفر وهو ينهض قائلا وأنا سأنافذ العملية على الفور يا مستر بورسلينو واندفع مغادرا المكان وقد استحال تردد واستنكاري إلى حماس شديد فمتأتوني شفتي في اصدراء وهو يقول يلا الحقارة ثم التغت سماعة الهاتف وطلب رقم سونيا الخاص ولم يكاد يسمع صوتها حتى قال جونس سيؤدي المهمة يا سيدتي الآن على الفور وسيحصل على نفس المبلغ المعتى 20 ألف دولار بالتأكيد يا سيدتي سأخبرك فور انتهاء التنفيذ وفي نفس اللحظة التي أنها فيها المحادثة كان جونس ينطلق بسيارته نحو المستشفى وهو يتحدث إلى نفسي في حماس قائلا يالا حسن الحظ نها صفقة ربحة بكل المقاييس سأقتل ذلك الواغد الذي حطم أنفي في الإدارة وأحصل على 10 ألف دولار أيضا التقط نفسا عميقا ورح يطلق صافيرا منغوما من بين شفتيه وقد زال توطره كله مع حماسه الجديد حتى بلغ المستشفى فأوقف سياراتي في هدوء وصعد إلى الحجرة رقم 9 وابتسمى في وجه طاقم الحراسة الواقف أمامها وهو يقول في مرح كيف حالكم أيها رجال؟ هل يسير كل شيء على ما يرام؟ أجابه بابتسامة مواسلة؟ نعم أيها المفتش لم نواجه أي تمتعب حتى الآن أشار للحجرة وهو يسأل هل استعاد رجل وعيه؟ هز أحدهم رأسيه نفيا وقال لا ليس بعد أمأ برأسيه متفهما ثم قال بلهجة توحي بالاهتمام أهو رجل نفسه الذي هاجمنا في الإدارة؟ قال أحدين في حضر ومن يكون سواه؟ قال جونس في حدة من يكون سواه؟ يا له من سؤال هذه هي القاعدة الوحيدة التي بنيتم عليها قضياتكم؟ ألم يتحقق أي شخص من هويته؟ ارتبك رجال الحراسة وقال أحدهم عندما يستعد وعيه سا قاطعه جونس عندما يستعد وعيه؟ ولماذا لا يحدث هذا الآن؟ ثم اتجه إلى الحجرة ودفع بابيها مستطردا نظر واحدة إلى وجهه تكفيني لحسم الأمر اتجه أحدهم إليه ولكنه استوقفه بإشارة حاسمة وقال في لهجة أميرة صارمة أستطيع حماية نفسي ودلف إلى الحجرة في سرعة قبل أن يعترض أحدهم وأغلق بابيها خلفه ثم استند إليه يلهس في شدة قبل أن يسيطر على أنفاسه ويخرج المحقن الفارغ من جيبه مغمغمان أفضل ما أفعله هو أن أنهي هذه العملية بسرعة واتجه إلى حيث يرقد حسام وسط أجهزة طبية عديدة وألقى نظر على وجهه وهو يتمتم لم تكن بنفسي زر واحدة من الشك في هويتك ثم كشف زراح حسام وملأ المحقن الفارغ بالهواء ثم دسه في عروقه دون تردد وأصبح الموت قابق أو سين أو أدنى صحيح أن أدهم أصبح يمتلك طائرة هليكوبتر الآن وهو ينطلق نحو لندن إلا أنه كان يعلم أن الطيار محق تماما في مقاله من السهل تعاقبه في طائرة هليكوبتر ولهذا لم يبلغ أدهم قلب العاصمة بطائرته وإنما هبط بها على مشارف المدينة وسط دهشة المر البالغة وغادرها وهو يهندم ثيابه ويستعيد أناقته وابتسمى في وجوه الجميع قائلة هبوط الطراري تقبل عتزاري تبادل المرة نظرت حائرة في حين راح الشرطي المرور يشق طريقه بينهم في حزمه ويقول أفسح الطريق للشرطة لقد ارتكب هذا الرجل مخالفات بالجملة وأخرج دفتر مخالفاته وهو يسجل بصوت مسموع الهبوط وسط الطريق دون ترخيص وتجاوز إشارة حمراء وبتر عباراته بغطة وهو يتلفت حوله قبل أن يهتف أين قائد الهليكوبتر؟ أشار المرة إلى طريق جانبي وقال بعضهم لقد انصرف وطرق بطاقته التقط الشرطي البطاقة لتركها أدهم وقرأ عليها اسم لانسلو سير لانسلو وفي اللحظة نفسيها كان أدهم يقطع الطريق الجانبي في خطوة واسعة ثم انحرف منه إلى طريق رئيسي وعبره إلى آخر فرعي ورح يتنقل من طريق إلى آخر حتى بلغ أحد الطرق الرئيسية الواسعة فاستوقف واحدة من سيرات الأجرة وقال لقائدها مطر هسرو انطلقت السيارة إلى المطار في حين الصرخ هو في مقعدها الخلفي يسترجع الموقف كله لقد حصل على ما يكفي من معلومات ويمكن تنميتها بالبحث والتحري في نيويورك كما يمكنه الاتصال برجال مكتب المخابرات المصرية هناك ليقوموا بعمل التحريات اللازمة ويتوصلوا إلى بعض النتائج قبل حتى أن يصل إلى هناك ولكن ماذا عن لانسلوت؟ قفز السؤال إلى ذهن بغطة فانعقد حاجبيه في شدة وهو يعيد دراسة الموقف كله من جديد لقد انتزع المعلومات كلها من لانسلوت ثم تركه على قيد الحياة سليما معافا واستعد للرحيل وهذا لا يصلح قط إنه يعرف طراز الرجال من أمثال لانسلوت إنهم أشبه بالنمور قد تبدو هادئة وديعة لو استأنسها المرء منذ حداثتها بل قد تعتاد تناول الفاكهة والخضروات إلا إذا ذاقت طعم الدم مذاق الدم وحده يحيلها إلى وحوش مفترسة لا تعرف الرحمة ولا يهنأ لها بال إلا بإراكة المزيد من الدماء وهزيمة لانسلوت رجل المخابرات البريطاني السابق وعميل منظمة السناك الحالي لها حتما مذاق الدم في حلقه إنها ستسير جنونه ووحشياته وتدفعه لارتكاب أفعال حمقاء وعنيفة أو تدفعه لإبلاغ سونيا بكل ما حدث وهذا يصنع فارقا مخيفا ستعلم سونيا أنه خلفها وأنه عرف الكثير من أسرارها وعلم سلطها بزعامة المنظمة ولن تجلس في انتظاره ستختفي بغطة كما فعلت من قبل وستحمل معه ابنه ابنهما الابن الذي تتخذ منه سلاحا للضغط عليه وهزيمته ومع اختفاء سونيا ستصبح كل المعلومات التي لديه عدم تلقيمة توقف ألقى ذلك الأمر إلى صائق السيارة في حزم شديد جعل قدم الرجل تضغط فرامل السيارة على نحو غريزي قبل أن يلتفت إليه ويقول فيه دهشة ولكننا لم نصل المطار بعد يا سيدي نوله أدهم أجرا مضاعفا وهو يقول لا بأس سأهبت هنا هتف الرجل في حماس عندما رأى النقود هذا حقك يا سيدي فالطهبت حيث ما يحل لك وهدر أدهم السيارة واتجه في خطوة سريعة إلى أقرب هاتف عمومي وطلب رقب مكتب المخابرات في لندن ولم يكد يسمع صوت محدسي حتى قال أنا نون واحد هتف صاحب الصوت أدهم أهلا بك يا رجل كيف حالك قال أدهم في سرعة في خير حال اسمعني جيدا فليست لدي دقيقة واحدة أضيعها لقد أنهاية الجزء الأكبر من المهمة ولكن هناك صوت ينبغي إسكاتها أولا وإلا أفسد الحفل المستقي كله وأعتقد أنني سأبقى حتى أخرسه أما بالنسبة لمونة وحسام فأريد منهما أن ينتظراني في المكان المتفق عليه في نيويورك وهذا يعني ضرورة أن تسافر مونة إلى هناك في طائرة الثانية ظهرا و قاطعه زميلي في تردد لست أظن هذا ممكنا يا أدهم كفز قلق شديد إلى أعماق أدهم هو يقبض على سماعة الهاتف في قوة ويقو ماذا حدث بالضبط أجابه زميلي بالنسبة إليهما لم تسر الأمور على ما يرام قرر أدهم في توطر ماذا حدث بالضبط أجابه زميلي في أسى شرطة نيويورك ألقت القبض على حسام ولكنه هرب منهم مدمرا نصف المبنى تقريبا وأصابته بعض رصاصاتهم ويبدو أن أحدهم حاول قتله بالصم وفقد وعيه في أحد شوارع نيويورك فحصرت عليه دورية شرطة وهو يرقد الآن في الحجر رقم 9 في مستشفى بروكلين أعقد أدهم حاجبيه وهو يقول في توطر أكثر هو ماذا عن مونة سمت الرجل لحظة ثم أجابه في تردد لقد لقد اختفت كادت أصابع أدهم تعتصر سماعة الهاتف وهو يقول في غضب اختفت ما الذي يعنيه هذا بالضبط أجابه الرجل لقد تطورت الأمور بينها وبين لويجي وتضح أنه يعمل لحساب المافيا وراحوا يطاردون منافي قلب روما وتسببوا في مصر على الملحق العسكري هناك ثم ظفروا بها ولا ندر شيئا عنها تفجر بركان من غضب هادر في قلب أدهم وزميله يتابع ولكننا نقوم بتحريتنا وسنعصر عليها بإذن الله حتى لو كانوا قد تخلصوا منها أو قاطعه أدهم في صرامة لو أنهم مسوا شعر واحد منها لن يجدوا شبرا واحدا في الأرض كلها يمكنهم الاحتماء فيه مني قال زميله في قلق أدهم إنها ليست عمليا تقامية لا تنسى أن قاطعه أدهم مرة أخرى في حازم مخيف إلى اللقاء يا صديقي صاح الرجل أدهم لا تتهور يا رجل ولا ولكن أدهم أنها المحادثة وكل الظهر في جسده تتفجر بالقلق والغضب والثورة واستدار يغادر كابينة الهاتف عندما رأى فجأة مسدسا مصابا إلى رأسه وخلفه أكسل يقول يا للمصادفة لقد التقين مرة أخرى يا رجل رفع أدهم قبضته بسرعة ليلكم أكسل ولكن قبضته توقفت في الهواء وحاكباه ينعقدا في شدة وهو يدير عينيه في ذلك المشهد المبهر أمامه لقد كانت كابينة الهاتف محاطة بجيش من رجال الشرطة أكثر من ثلاثين رجلا يصابون أسلحتهم إلى هدف واحد في تحفز واضح وأصابعهم متأهبة لضغط الزناد عند أول حركة مريبة منه وفي سخرية شامتة قال أكسل هيا اعترف يا رجل لقد خسرت المعركة ولم يعلق أدهم على عبارته ولكن المشهد الماثل أمامه كان يحب أن أكسل على حق لقد خسر أدهم هذه المعركة وبكل وضوح انتهى الجزء الثالث بحمد الله ويليه الجزء الرابع والأخير الضربة القاسمة أتمنى يكون تقديم العدد النهاردة عجبكم والأصدقائي اللي امتابعين الحلقات لو عجبتكم الحلقة ياريت ندست لايك ونترك تعليق يليق بحضراتكم وإذا كنتم جدد على القناة أتمنى نشترك ونفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر